السلام عليكم. المرة الماضية وقفنا عند اللي هو لما حولنا البايروفيت لأجزالو اسيتيت والأجزالو اسيتيت لفوسفونول بايروفيت مزبوط. فقلنا دخلنا البايروفيت على المايتوكندريا كان في السايتوسول والبايروفيت داخل المايتوكندريا تحول لأجزالو اسيتيت. الأجزالو اسيتيت ما في اشي ينقله وما بقدر يعدي المايتوكندريا. حكينا لازم نجيب الشطل. الشطل مين نفسه الشطل اللي استخدمناه في الجليكوليسس عشان الناد اتش اللي هو الماليت اسبارتيت شطل. حولنا الأجزالو اسيتيت لماليت والماليت عدي حاجة عدي كل حاجة. عدي المايتوكندريا المامبراين طلع رجع اجزالو اسيتيت في السايتوسول بعد ما طلع رجع اجزالو اسيتيت. صار عندي اجزالو اسيتيت çıktı�나 اجزالو اسي كايك من كايك وحكينا انه بدأت صنع جلوكوز وهو سكر يعني اللي بزنا منه الكايك. فاقزالو اسي كايك عن طريق الانزام. مدام كله كايك كيك دي يقول انزام اسمه بب كايك. فوسفوينول بايروفيت كاربوكسي كاينيز اللي هو اختصاره بيب كيك وصار عنا فوسفوينول بايروفيت استهلاكنا طاقة عن طريق تحويل البايروفيت لأوجزار الاستيت داخل ميتوكندريا باستخدام البايروفيت كاربوكسيليز استهلاكنا واحدة ايتي بي لو كان عنا ثمتين بايروفيت بضروف اثنين وبرضو لما حولت الاوجزار استيت عن طريق بيب كيك لفوسفوينول بايروفيت استهلاكنا قلنا كله سكر وغلوكوز معناها بدي ايش بدي هي الاستثناء الوحيد اذا نبضه وتعتبر طاقة فاستهلكنا ثنتين جي تي بي ثنتين اي تي بي يعني اربعة اذا بنحكي عن ثنتين بيروبت واذا بنحكي عن واحدة معناها استهلكنا واحدة اي تي بي واحدة جي تي بي فهم يقول لي الماليت يعدي حاجة يعدي كل حاجة طلع في السايتوسول الماليت راح يرجع اوكزالو اسيتيت عن طريق الماليت دي هيدروجينيز الناد بلس راح ترجع الناد اتش زي ما حكي انا سين ديرجاسين كل شي بديورجاسين ويباره عن ناقل تكسي فقط اذا ري اكشن كتالايز باي سايتوسوليك ماليت دي هيدروجينيز لانه في السايتوسولي مين الكوفاكتور الناد اوكزالو اسيتيت اوكزالو اسيتيت او بيب كيك او بيب كاربوكسي كاينيز انزاهم كتالايز دي كاربوكسيليشن دي كاربوكسيليشن يعني شلنا كربوني من الاوكزالو اسيتيت عشان يرجع ثراث كربونات اللي هو فوسفوينول باي روبيت اذا دي كاربوكسيليشن انزيم فوسفوينول باي روبيت كاربوكسي كاينيز كاينيز لانه بديو اضيف فوسفات وكاربوكسيل إنه بدينزع إيش بدينزع CO2 إذن عمل دي كاربوكسيليشن الفوسفوليشن في أكزالو أسيتيت وحول إلى فوسفوينول بايروفيت in the reaction which GTB acts as a donor of high energy phosphate تمام تمام during this reaction CO2 molecule the same molecule that is added to بايروفيت in the reaction catalyzed by بايروفيت كاربوكسيليز is removed فإذن ما حكينا اللي ضفناها في البايروفيت كاربوكسيليز لما حولنا البايروفيت لما فات على الميتوكندرية وتحول لأكزالو أسيتيت مش قلنا ضفنا CO2 هي نفس هاي اللي شلناها هون هي نفس هاي هاي اللي طيرناها هون لما رجعنا الأكزالو أسيتيت لفوسفوينول بايروفيت إذن هستصال عن دي إيش فوسفوينول بايروفيت استلكت واحدة ATP على اعتبار واحد بايروفيت ومنذر بكم شوي واحدة ATP وواحدة GTB تمام تمام الناد هستبيجوا حقولي الناد شو صار فيه الناد ما تدخل ناس فيه كان موجود الناد اتش رجعنا له يا ناد اتش منه نجيبناها بهمنيش هسا ولكن احنا بنحكي انه كان الناد اتش رجعناها الناد اتش عملنا شطل وهذا كله النقل هاد ولكن رجعت بالاخر ناد اتش يعني ملعبناش فيها فبدنا نحكيه هون لان ماكسبنا هي كانت ناد اتش وظلت ناد اتش تمام تمام The sum of the reaction catalyzed by بايروفيت كاربوكسيليز and فوسفوينول بايروفيت كاربوكسي كينيز إذا حكينا الرياكشن تحويل البايروفيت لفوسفوينول بايروفيت لاننا 2 enzyme يشتغلوا علي وزي ما حكينا 2 enzyme وواحد شطل المجموع كامل لهذا الرياكشن جبنا بايروفيت جبنا ATB وجبنا GTB استهلكنا واحدة ATB واحدة GTB وجبنا CO2 عشان ندمجها البايروفيت وتصير وكزال أوستيت بالنهاية بالنهاية شو طلع عندي طلع عندي فوسفوينول بايروفيت طلعت السي أو 2 طلع GDP ADP يعني طلع طاقة طاقة استهلكنا طاقة إذن استهلكنا طاقة وطلع فوسفيت إذن ليش؟ لأن دمجنا فوسفيت مع الفوسفوينول بايروبيت فهي المنتج النهائي تمام تمام نفس بيجي واحد بقول لي ايه؟ ماي الصورة سنتظرني أشوفها بقولك ماشي ما عدد سبنا نكمل التفاعلات طب بقول ليش رجعت علي جلايكوليس بقولك ما عددنا نفسها لجلايكوليس طيب 2 إذن إحنا وين وصلنا؟ نايا فوسفوينول بايروبيت رقم 2 فكوني نهبنا أعجبكم فيها إحنا وصلنا للفوسفوينول بايروبيت طب كيف وصلنا هيك؟ لا بقولك لا إحنا أجينا على البايروفيت هاي البايروفيك أسد أو البايروفيت لفينة قلنا لفينة هيك ما أجينا من البيروفيد كاينيز لأنه irreversible صح؟ طيب هسا أنا فوسفوينو البيروفيد شو بدي أسوي؟ قلت لكم كله إعكس 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 لتوصل لمرحلة الريفيرسبل أنين مرحلة الريفيرسبل اللي هو الفوسفوفروكتوكاينيز إنسان هذا الريفيرسبل هسا كله الريفيرسبل يلا تذكروا لما قلنا البروفيسور صار بد يروح على بلده وراح حجز في إنجلترا وحكي أنا بايروح بيت؟ طيب يس據 لهآ كيف terra هكينا 2 فوسفو انولبيروفيد هسا الفوسفو انولبيروفيد شو بدي يصيره؟ 2 فوسفو غريسريد إذا بس امشي العكسه إثن أمشي بس إعكس الإنزيم نفس الإنزيم شو يسمى الإنزيم؟ انوليز شو اسمى الإنزيم؟ ميوتز نفسه بالزبط لذلك سأضيف pessoa إعكس عليكم إحفظ الجلايكروسيس نسيت لغلوكونيوجينيس إذا ذكر لغلايكروسيس قلنا البروفيسور ودي حاجة استاذ كيروه معناها دي يكون الناتج 2-phosphoglycerate دي يعطيني إيهش اللي هو إيهش فوسفوينولبيروبيت ما أعكسها فوسفوينولبيروبيت شو رعطيني فوسفوغليسرate بدون ما نعطي طريقة ولا إيش يعني هي على الطريقة هذيك بس يعكس ماشي ماشي إذا صار عنا 2-phosphoglycerate 2-phosphoglycerate حكينا رح ييشي رح ييجي يتحول ل 3-phosphoglycerate عن طريق الميوتاز نفس الإنزيم نفسه 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 طيب 3-phosphoglycerate مباشرة كيف صار 3-phosphoglycerate حكينا كان بده يصير بروفيسور 1-3-phosphoglycerate حكينا عجل كاينيز وأخذ لنا اللي هي إيش اللي أخذ لنا الفوسفات لهاي انرجي فوسفات وعطينا طاقة وتحول ل 3-phosphoglycerate هس عكسها 3-phosphoglycerate ليش لـ 1-3-phosphoglycerate ولكن هون بدك كون عارف بدك كون ذكي لما كنا نمشي من 1-3-phosphoglycerate لـ 3-phosphoglycerate بلي غلايكوليسيز كنا نكسب طاقة لأنه هاي هاي انرجي فوسفات صح طب هسه انت بدك تريد ترجع الهاي انرجي فوسفات كيف بدك ترجع هاي انرجي فوسفات معناها بدك طاقة معناها مش قولنا الـ ADB صارت ATB هسه الـ ATB شو بدك تصير ADB إذن هون أنا في رقم في هذا التفاعل قدق شو استهلكت سلكت وحدة ATB وحدة ATB عن طريق الانزام شو اسمو نفسه فوسفوغليcerate كاينيز في بعض المصادر بتسميها بتسمي هذا الانزام بس فوسفوغليcerate كاينيز ولكن الاصح والادق فوسفوغليcerate كاينيز ولكن مش معناها إذا اجاكم انتحام بس فوسفوغليcerate كاينيز ما تكونش عارفين انه هذا هو الانزام تمام؟ تمام إذن صارت لنا 3-phosphoglycerate تتحول لـ 1-3-phosphoglycerate عن طريق الانزام كاينيز مدامه كان نسبة دماجد نفسه نفسه بالضبط بس احنا منمشي عكس طيب الـ 1-3-phosphoglycerate حكينا شو؟ كان مش كان ايش واحد نسبه يقول اه 1-3-phosphoglycerate طب بتذكر كيف تكون في الـ Glyclerosis قلنا مش قلنا عندي مدرس جيولوجيا إذن هو درس جيولوجيا بدو يصير بروفيسور فكيف بدو يصير بروفيسور حكينا؟ صار ايش 1-3-phosphoglycerate لسه ما صار سو بروفيسور صح ولا لا؟ فايش معناها ارجع لالجيولوجيا معناها شو تزير Glyceraldehyde 3-phosphate صح؟ بس إذن 1-3-phosphoglycerate شو راح يرجع؟ هيرجع Glyceraldehyde 3-phosphate طب شو اسم الانزيم؟ بقول لك نفسه 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 شو كان اسمها ذاك الانزيم؟ Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase إذن هون Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase تمام؟ تم طيب شو صار في الناد أتش؟ احنا زمان كنا نطلع جبنا ناد بلس جبنا ناد بلس وحولناها لناد أتش على طريق الديهادروجينيز لأنه عملنا عملية إيش؟ لالجيسرالdehyde 3-phosphate عملنا له ريدكشن طب هسه بدي رجعه معناها بدي عمل اكسيدياشن لهذا المركب معناها الناد أتش راح تطلع راح تصفي ناد بلس إذن هون طلع من عندي ناد بلس تمام؟ تمام إذن هاي صار لنا Glyceraldehyde 3-phosphate طيب ذكرين قصة اللي هو ابن عمه بدرس تنقيب عن الذهب مش قلنا بعدها بطل وصار بده يدرس إيش؟ بده يدرس جيولوجيا فصار يقول الدوليز وحكينا نقسم بعده إيش؟ أجل قال بده أدرس جيولوجيا فحولنا الذهب لجليسرالdehyde 3-phosphate عن طريق الايسوماريز رزمنا فوسفوتريوز ايسوماريز صح ولا لا؟ لأنه بطل يدرس تنقيب عن الذهب صح ولا لا؟ طيب مدام هسا الجليسرالdehyde 3-phosphate عندي واحدة طيب كيف بدي أرجع لفروكتوز 1-6-phosphate اللي فصلناهم إذا بتذكروا؟ برجع بدي واحدة دهب عشان أدمجهم مع بعض زي ما فصلنا بدي أدمج هسا طب معناها شو بدي أجيب؟ بدي أجيب كمان بايروفيت أمشي نفس التفاعل يصير عندي ثنين من هاض صح؟ عشان هيك بنحكي ثنين بايروفيت كادين كنت أضرب في ثنين إذا بدي ثنين من هاض واحد برجع دهب والثاني بضع الجليسرالdehyde 3-phosphate تمام؟ تمام إذا الخطوة اللي بعدها شو رح يصير؟ رح يجي الجليسرالdehyde 3-phosphate عن طريق الفوسفوتريوز يتحول لإيش؟ لدي هايدروكسي أسيتون فوسفيت اللي هو الدهب طيب هسا شو قلنا قلنا؟ ليش ألدوليز وهي الإنزيم كله؟ نفس الإشي رد باستخدام الألدوليز ادمج هن في بعض مش فصلناهن؟ هسا ادمج هن طيب شو رح ينتج؟ اللي كان أصلا الفصلناه الفصلناه شو كان اسمه؟ فروكتوز 1-6-phosphate إذا ارجع لفروكتوز 1-6-phosphate طلعوا كل شو؟ كل شي عكس لجليكروسيز فاللي هاي اللي ينسيها في الامتحان يمسك لجليكروسيز وينزل فيها ويصير يعكس إذا كيف نسيت؟ نسيتها والله بقول له فروكتوز 1-6-phosphate قال لي والله ألدوليز وهذا أدرس تنقيب عن الدهب ولا أدرس جيولوجيا بتذكر انه انقسم لدهب ولا غليسر الديار 3-phosphate معناها هسا انت بتكتدمج دهب غليسر الديار 3-phosphate ما يعطوك هاي فعكسه بالزبط ونفس الانزيمات نفسها مغيرناش اسم الانزيمات ألدوليز نفسه نفس الاسماء تمام؟ تمام فروكتوز 1-6-phosphate هسا وصلنا لهون تمام؟ طيب لما وصلنا لهون احنا قدستونا مستهلكين قلنا انه لما ببلش من بايروفيت وهي ملاحظة مهمة مرات لم يبلش من بايروفيت مرات ممكن يجي يبلش من هون ممكن عندك مركب يجي يبلش من هون يتحول لها بباشرة مش قلنا لك مراجوسيز بفوتينها في أي مكان و بنزل و من وين ما فوت بنزل صح؟ و نفس الشي بعد يجينا ممكن اتي جي افوت من هون مشوطة من بايروفيت مشوطة مشها كاملة اذا المركب تحول لها بباشرة بدون ما يمشي الخطوات الالتاعت خلص ريحني. صح ولا لا. بالعكس وفر علي طاقة. اذا لحد الان انا لو لما قبلش من بايروفيت كدراش توت مستهلك. ثنتين بايروفيت طبعا. طيب. واحدة اي تي بي من الكاربوكسيليز. معنا صاروا ثنتين اي تي بي. بضرب في اثنين. تمام? واحدة جي تي بي من البيب كيك. اضرب في اثنين. اثنين جي تي بي. طيب. برضو حكينا لما حولنا الثري فوسفو جليساريت. لما قلنا مش ان الرجاح الوان ثري بس فوسفو جليساريت. حكي ايا. الثري ف فوسفو جليساريت. حكينا الجيamine 3 فوسفو جليساريت. بس فوسفو جليت كان ديصير مروفسار بعد ايها صار đấy. مر bank v reasons. اعكيها بس. ثري فوسفو جليساريت. كان ضفن جاي إنيرجي اذا خسرنا هي ايش. خسرنا اي تي بي. هنا قلنا نحط ناقص. خسرنا اي تي بي. طيب كم واحدة اننا اضرب في اثنين. اذا نقص اثنين اي تي بي. اناد اتش صارت ناد بلس. خلي لياها عجنى بناش نحكيها هاسا. احنا بدن نحكي بس عن الائتي ب طيب لحد الآن إذا أنا خسران أربعة ATP و 2GTB إذن كم طاقة خسران أنا ستة طاقة تمام أنا وين وقفت فروكتوز وان سيكس بسفوسفيت ليش وقفتون لأنه هذا التفاعل غير منعكس ذاكرين لما قلنا فروكتوز سيكس فوسفيت صار بده قبول في الجامعة فبده كاينيز الكاينيز بده ماجد حولنا الATB سلكنا طاقة ATP لأي دي بي فوسفوفروكتو كاينيز وان حكينا الوان اللي بمشي دوغري حكينا والتول اللي بلفلف حكينا الوان بمشي دوغري وفروكتوز وان سيكس بسفوسفيت طيب هس عشان أرجع مقدرش أرجع بالطريقة نفسها هاي لأنه إيش لأنه إر ريفيرسة بالرياكشن قلنا إيش نس هاد فيتين تين فوسفات كيف بده شيل واحدة فوسفات يا بشيل عن طريق الكاينيز قلنا وبأخذ منها طاقة بحول يا عن طريق الفوس فاتيز صح قلنا فوسفاتيز اللي بنزع الطاقة نزع بشيلها بشيل الطاقة بدون ما أحصل على بسير 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 الفوسفات بدون ما أحصل على طاقة أو انيرجي صح فهون شو اللي رح يشتغل رح يشتغل فوسفاتيز رح يشيل الوان هاي بدون ما يطلع منها طاقة خلص بس بشيلها شيل وبيخلص منها إذن شو اسم الانزيو رح يكون فروكتوز فوس بس فوسفاتيز وان سيكس بس فوسفاتيز فروكتوز وان سيكس بس فوسفاتيز هاي هو آن وستننزل عليه هاي فروكتوز وان سيكس بس فوسفاتيز شو اسم الانزيم فروكتوز وان سيكس بس فورميشن فروكتوز هاي بنا نمشي هون هاي إذن هاي ها هون هيتفاعل احنا عجغنا الدنيا هاي التفاعل فروكتوز وان سيكس بيس فوسفيت توفروكتوز سيكس فوسفيت صح هذا هو التفاعل فوين الانزيم انا بدي اتأكد لكم من اسم الانزيم هاي فروكتوز وان سيكس بيس فوسفيتاز زي ما حكيت لكم اذا نرجع هون اذا شو حكينا اسمه فروكتوز وان سيكس بيس فوسفيتاز من وون بجي باسمه من المركب اذا الفروكتوز وان سيكس بيس فوسفيت بقدرش ارجو لفروكتوز 6 فوسفيت بقدرش اسحب القبول الجامع منه غير ايش بنزع ونزع بدون طاقة بدون كاينيز بدون ماجد خلص مزع الورقة وخلصها صح ولا لا شو بدك في الطاقة والمسخرة هاي وماجد ومش عارف شو خلص بطلت بدي جامعة مزع الورقة وروح وشتغل صناعيلي روح وشتغل فهاي الفكرة ففروكتوز 1 6 بس فوسفيت بيجي فروكتوز 1 6 بس فتاز بنزع منه الذرة الفوسفات الموجودة على الكربون الرقم واحد فبصير اسمه فروكتوز 6 فوسفيت طب كيف مشينا احنا ايش مشينا طريق ملتفه بدل من يمشي عن طريق الفوسفوفروكتوكاينيز 1 لانه irreversible reaction طيب صار عنده فروكتوز 6 فوسفيت شو بدو يصير هسا الفروكتوز 6 فوسفيت مباشرة تفاعل منعكس قلنا صار فاسد 6 فوسفيت بتذكروا طب شو كان معناها كان جلوكوز 6 فوسفيت رجعوا لجلوكوز 6 فوسفيت نفس المركب نفس عدد الكربونات 6 بس هم نظائر هيك مختلفة بكم من شغلة بترتيب الكربونات معناها شو اسم الانزيم ايسوماريز اذا فوسفو لانه في فوسفيت هيكسوز لانه سكر سداسي ايسوماريز لانه بلعب في ترتيب الكربونات بس اذا فوسفو هيكسوز ايسوماريز نفس الانزيم رجع الفاسد 6 فوسفيت او فروكتو 6 فوسفيت لجلوكوز 6 فوسفيت صح صح اخر اشي لجلوكوز 6 فوسفيت لازم ارجع لايش لجلوكوز طيب هذا التفاعل شو غير مناكس حكينا جلوكوز بده فيزا حكينا اجا ماجد واجا استهلكنا اي تي بي الكاينيز مادام كاينيز بده ماجد حكينا اللي هو ام جي بلاس تو واستهلكنا اي تي بي طب هسه بطلت انا بدي اسافر وطلعت فيزا شو بس بمزعها يعني بدي اشي طاقة بدي اهض كاشي اشي مزعها الفيزا وخلصت معنا شو اسم الانزيم اللي هو بشيل الفوسفات ودون طاقة صح ولا لا اذن هون كنا نستهلك طاقة هون كنا نستهلك طاقة يا هون كنا نستهلك طاقة ولكن بس نرجع فيه ما بستهلكش بس بزكت وبشيل فلا بكسب ولا بستهلك اذن اجا جلوكوز 6 فوسفاتيز نزع الفوسفات من الجلوكوز الكربون السادسي ورجع جلوكوز عشان اطلعوا ع الدم عشان اروح على الار بي سيز ويروح على البرين لانهم اكثر مصادر تحتاج للجلوكوز لانه مرات بنزل السكر في الدم حكينا فبطلوا على الدم عشان الار بي سيز وبطلوا على البرين لان هو اكثر واحد بهمه لغلوكوز هيك بنكون خلصنا عملية لغلوكونيوجينسيز شرحناها على الرسمة طيب هون بقول لك الراجل اللي حكناها هاي فورميشن اوف تو فوسفوغليساريت اذا رجعنا احنا خلصنا البايروفيت قولنا البايروفيت شو صار صار اغسل어�يتيت الاكذال ستصار ماليت والمليت رجع اغسلواستيت والاكذالوتيت شو صار صار فوسفو نولايروفيت وقفناه صح ورحنا شرحنا على رسمة نكمل بسلايدات طيب فوسفوينول بايروفيت اجزالاستيت. الاجزالاستيت صار ماليت. والماليت رجع اجزالاستيت. والاجزالاستيت شو صار? صار فوسفوينول بايروفيت. وقفناه. صح? ورح نشرح نعرص. نكمل بسلايدات. طيب فوسفوينول بايروفيت. قلنا شو نرجعه? لتو فوسفوغليساريت. اذا هاي. درجة فوسفوينول بايروفيت is hydrated to form تو فوسفوغليساريت. درجة لتو فوسفوغليساريت كيف? بضيف مي لانه اصلا لما كنا لما حولنا التو فوسفوغليساريت لفوسفوينولبيروبيت سحبنا مي هي مش كتير مهمة المعلومة تمام اذا انا برجع الفوسفوينولبيروبيت لتو فوسفوغليساريت هذا لانه ريفيسابر اكشن برجع تلقائي انولايز with mg plus 2 as a cofactor انولايز الانزايم انولايز حكينا دروع المطارد تتذكروها بس اعكسها تمام فوسفوينولبيروبيت تو فوسفوغليساريت بعدها قلنا تو فوسفوغليساريت بدي ارجع الى ثري فوسفوغليساريت مدام تو وثري قلنا بس بلعب في ترتيب الفوسوات ما ايش اسم الانزيم ميوتيز يبعمل ميوتيشن بيغير بيحسن صح اذا اذا كل هذا حكيناه فوق وقعب برجعلكم فيه مرة رابعة انا ارجعت هناك مرتين في الجليكوليساريت وهم راجع فيه كما مرتين هاي مره رابعة يلا ولا حد يطلع يقول ليش حافظ الجليكوليساريت ويقولو كليكوليساريت بضرب طيب ثري فوسفوغليساريت هاي طبعا بضرب هاي مقصد المدرسة لما كان واحد يغلط وغلط بصير يقول لك لا خاصة طالب الشاطر بس يقول لك والله اذا بتغلط لا اضربك فبس هي يعني هيك طيب ثري فوسفوغليساريت وان ثري بس فوسفوغليساريت ثري فوسفوغليساريت قلنا انا وصلت لدي ثري فوسفوغليساريت هس ايش بدي ارجع الطاقة اللي حكينا قلنا وان ثري بس فوسفوغليساريت كان بدي يصير بروفيسور بعدها صار بروفيسور بس يعكسها ثري فوسفوغليساريت رجع لون ثري بس فوسفوغليساريت شو اسم الانزايم طاقة طاقة لان هون استهلكت اي تي بي انا لاني عكسي هو فوسفوغليساريت كاينيز او بسفوسفوغليساريت كاينيز تمام شو هذا بحدد تحت طيب وقل ان فيفت ستيب اف غلو كونيوجينيسيس فوسفوغليساريت كاينيز مع ماجد لانه كاينيز اكيد هو الوحيد الكاينيز الريفيرسابي اللي كان في الجلايكوليسيز كتلايز ده ترانسفير اوف هاي انرجي فوسفرال جروب لانه هاي انرجي لازم استهلك طاقة عشان اركبها فروم اي تي بي لازم اخذه بي اخد من الت ramen وبحطها على ثروف reactive بيصفوغليساريت بسير بسفوغليساريت وبستهلك الطاقة تمام اللي بعد و onions احاولوا انzyme عنv اعملو landlords by celui där لازم كان كان بدروس جيوو ماجه Adriatic create a 來花 مش ماذا شو بدرجو gilt lvl 3 ثري rebel perch طيب شو كان الانزيم لنا عملنا له اكسيداشن لما نحو و jail غليسر الالديهايد لا بسفوسفوكليسرات عملنا اكسيدياشن هسا ايش هسا الانزيم بدي عمل ريدكشن اكسيدياشن الاريدكشن مين ديكون الكوفاكتور ناد طيب معناها ايش اسم الانزيم؟ ديهايدروجينيز اذا غليسر الالديهايد تريفوسفيت ديهايدروجينيز وبس تهلك ناد اتش ورجعها لناد بلس عكس لغليكروسيز بالضبط رجعنا لغليسر الالديهايد تريفوسفيت اوكسيدياشن افناد اتش تناد بلس طيب اذا حكينا اوكسيدياشن افناد اتش تناد بلس طيب لما نحكي عن الانترفنشن او انتركونفيرجن اف غليسر الالديهايد تريفوسفيت حكينا بدي كم غليسر الالديهايد تريفوسفيت اثنين عشان واحد احاول ارجو على دهب والثاني يظلوا وادمجهم لانه زمان كنا نفصلهم في الالدي ليز فصلناهم صح وللأ هستبدأ لزقنا ببعض اذا غليسر الالديهايد تريفوسفيت goes directly into the next step of gluconeogenesis the next step need dهب الهو الديهايدروكسي اسيتون فوسفيت the next step need dهب to make the reaction possible اذا غليسر الالديهايد تريفوسفيت must be converted isomarized بلعب في تركيبهم لانهم اثنين ثلاث كربونات ثلاث كربونات اثنين بس بدي ألعب في تركيبهم شوي اذا شو اسم بدي يكون dehydroxy aceton بدي ارجع ال dehydroxy aceton طب شو اسم الانزيم حكينا isomarize بلعب في الترتيب بس معناه اسمه phosphotriose isomarize لانهم فيهم فوسفيت وهم metriose سكر ثلاثي وايسوماريز لانه بيغير اذا بيرجعوا لذهب فصرنا واحدة غليسر الالديهايد وواحدة دهب بدمجهم مع بعض اللي كان يفصلهم اللي هو fructose 1-6 bisphosphate تمام؟ تمام اذا شو اسم الانزيم كان اسمه اللي بيرجعهم لfructose 1-6 bisphosphate الدوليس اذا نوك حكينا خطوطين مباشرة اذا غليسر الالديهايد 3-phosphate must be converted isomarize to dehydrox acetone phosphate دهب to continue through pathway شانا نكمل باثوي this isomarization is catalyzed by triose phosphate isomarize حكينا عم بعدها شو قلنا؟ بدي اجيب الالدوليز وادمجهم formation of fructose 1-6 bisphosphate عن طريق الالدوليز بدمج الغليسر الالديهايد 3-phosphate مع الدهب dehydrox acetone phosphate ايش؟ بيعملولي fructose 1-6 bisphosphate نفسه 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 صورنا عايدين همية الف مره وهو step 9 اللي هي الـ reversible اللي نزلنا لتأكد ما اسم الانزايم fructose 1-6 bisphosphate شو بدرجه؟ لفروكتوز 6-phosphate طب مين اللي كان نحول لفروكتوز 6-phosphate لفروكتوز 1-6 bisphosphate كان نحط له high energy phosphate كان اسمه ايش؟ كان نحط له high energy phosphate بس لما فصلناها بطلت مش قلنا احنا قل دوليز مش موهم اسه الموضوع هذا ولكن مين اللي كان نحط له الفوسفيت لما نحط فوسفيت بدنا ايش؟ بدنا كاينيز كان اسمه phosphofructokinase 1 اللي بيمشي الطريق المستقيم فبس هذا irreversible فبدأ شوف انزيم ثاني فقلنا بنزع هنزع اعتبرها قبول جامعة وش قلنا هاي هي قبول الجامعة الـ 1 صح؟ اعتبرها قبول جامعة بس مزعوا وخلاص كيبوا بدون طاقة ولا ماجد ولا ولا يحزنوا صح؟ فايش؟ بجيب الفروكتوز 1-6 bisphosphate وبنزع هاي فبرجع فروكتوز 6-phosphate اذا ثاني مرحلة بتعدل الـ ثاني مرحلة بتعدل الـ يعني بتحاول تمر منها تمشي طريق مغايرة اول واحدة كانت ايش؟ البايروفيت لفوسفوينو البايروفيت هسا فروكتوز 1-6 bisphosphate لفروكتوز 6-phosphate او في غلايكوليتك باثوي نيملي ذا ري اكشن كتالايز باي فوسفو فروكتوكينيز هذا الرياكشن الاصلي حكينا عنه اللي هو بحول فروكتوز 6-phosphate لا فروكتوز 1-6 bisphosphate هسا بدامشي عكسهم في فبقبع جبع كنا بشيلوا شيل اللي هو فروكتوز 1-6 bisphosphate وزي ما حكينا إز دي فوسفوريليشن أو فروكتوز 1-6 bisphosphate تو فروكتوز 6-phosphate اكملنا له فوسفوريليشن فوسفاتيز نزعنا الفوسفات بس هذه الرياكشن تكتاليز بس فروكتوز 1-6 bisphosphate 1 لدي لدي فوسفاتيز كاربون 1-phosphate إذا فوسفاتي لعب كاربون 1 شو سوينو فيها حللنا وشلناها بره فروكتوز 1-6 bisphosphate لا تستهلكنا ولا تستهلكنا ولا تستهلكنا ولا أخذنا اي تي بي طيب بعد هيك بقول لي فروكتوز 1-6 bisphosphate هذا الاش هذا التفاعل اللي هو اللي تحايل على لأنه طبعا لما نحكي احنا من نتحايل على برضو هذا التفاعل للغلوكونيوجينسيز إذا برضو تعل البيروفت للغلوكونيوجينسيز إذا ليس هكي أحسن من غلوكونيوجينسيز في تلاث تفاعلات أنا في ثلاث تفاعلات ولكن ماخد منهم بنقسم التفاعلين اللي هو أول واحد هكيانا كاربوكسي بعدها جبنا اللي هو اللي هو انزيمين ما نعتفاعلين فايش بدت تصفه اربعة جلوكونيوجينسيز كم واحد في الغلوكونيوجينسيز بيروفيت كينيز فوسفوفروكتوكيينيز جلوكوز أو هيكسوز هكسو كاينيز هكسو كاينيز هون لا هون حكينا يحول البيروفيت لفوسفوينول بيروفيت في حكينا عنا انزيمين اللي هو بيروفيت كاربوكسيليز وبيروفيت فوسفوينول بيروفيت كاربوكسي كاينيز اللي هو البابكيك وبعدها حكينا عن الفروكتوز وان سيكس بس فوسفاتيز ورح نحكي عن الجلوكوز سيكس فوسفاتيز إذن هي يوم أربعة تمام هذو كلهم الريفيرسابي طيب إذن بقولي الفروكتوز فروكتوز وان سكس بسفوسيت لفروكتوز سيكس فوسفيت إذن هو الكي إنزايم في الكلوكونيوجينيسيز هو أهم الإنزيمات الموجودة في الكلوكونيوجينيسيز وإذا بدأ عمل ريجوليشن بفضل أنها تكون عليه عشان أسيطر على التفاعل إذن هي غالبا موجود زي ما حكينا في الليفر أكثر إشي وفي الكدني وما إلى ذلك ولكن مش موجودات وموجود طبعا في أعضاء ثانية قليلة ولكن هون مش موجودات الهارت ولا في سموذ مصر ولا في الأديبوستيش ومعلومة مش كثير بتهمكم يعني فيش غالبا موجودة في الهارت والسموذ مصر والأديبوستيش أصلا حكينا وين بتصير الغالبا موجودة في الليفر والكدني عشان مين عشان الفروكتوز وان سكس بس فوسفاتيز بقول لك أنت مش دارس بارت وان أنا قلت لك عشان الغالبا موجودة في هذول الثلاث أعضاء ولكن موجودين في الباقي اللي رح نحكي عنه هسا مش موجود غير في الليفر وإيش والكدني اللي هو اللي جلوكوز سكس فوسفاتيز اللي رح نحكي عنه كمان شوي تمام طيب من فروكتوز سكس فوسفات وغلوكوز سكس فوسفات حكينا بدنا إيسوماريز وبرجعهم من فاسد سكس فوسفات لغلوكوز سكس فوسفات الثلاث سكس فوسفات لغلوكوز سكس فوسفات لغلوكوز سكس فوسفات الغالبا موجودة حكينا في البداية المجاعة بالليفر وبعدها بتصير في الكدني والكدني إذا طولت المجاعة والسطرفيشن بتصير في الكدني أكثر من الليفر إذن حكينا ثيرد ستيب هي الخطوة الثالثة اللي بعدي البيباس الريفيرسابل ستيب إذن هو في عنا الريفيرسابل ستيب هو بتحيل عليها اللي هي تحويل لغلوكوز لغلوكوز سكس فوسفات عن طريق الهيكسو كينيز هاي الريفيرسابل معنا هون أنا بدرجع وإيش زي ما حكينا هناك حط فيزا طبعا أنا طلقت الفيزا خلص ما زيحوا كبها معنا إيش فوسفاتيز بس كب الفوسفات بس حللها وشيلها بدون لا تكسر طاقة ولا تخسر طاقة إذن حكينا الريفيرسابل ستيب الريفيرسابل لغلوكوز بثوي نامل الرياكشن كتلايز باي هيكسو كينيز وغلوكوكوينيز هذا الرياكشن الأساسي حول لغلوكوز ده غلوكوز 6 فوسفات هسا الرياكشن شو سميناها نعمل نزع فوسفات من لغلوكوز 6 فوسفات وارجع لغلوكوز بس ده شيل الفوسفات مين يشيل فوسفاتيز إذن شو سموه غلوكوز 6 فوسفاتيز the last step in both glycogenesis and glycogenesis بقول لي هذا الرياكشن اللي هو برجع لغلوكوز 6 فوسفات هو عبارة عن last step في تفاعلين glycogenesis اللي قديم نأخذه والمحاضر الجاي اللي هو رح يكون glycogenesis اللي هو تحليل لغلوكوز وحكينا تحليل لغلوكوز يا بكمل لغلوكوز عشان يطيني ATP طب إذا أنا بدي سكر الجسم السكر في الدم نازل شو بسوي بحوله إيش بخليه يكمل إيش بخليه يرجع لغلوكوز عشان أطلع الدم عشان أندي نقص فيا بكمل ATP في يا برجع بطلع الدم فبدي الإنزيم هاد عشان يرجع لغلوكوز لأنه لغلوكوز ما بقدر يطلع الدم ما بقدر عالق إذن عشان هيك هو آخر إنزيم في لغلوكو نيوجيناس أو لغلوكو نيوجيناس تمام تمام طبعا and like طبعا لغلوكو جيناس رح نأخذ عنه بالتفصيل فاللي ما فيه مش نقطة هاي مش مشكلة like the reaction catalyzed by fructose 1-6-bisphosphatase this reaction lead to hydrolysis of a phosphate بقولي زي اللي حكينا عنه اللي هو fructose 1-6-bisphosphatase اللي هو نزع الفوسفات من الفروكتوز على الكربون الرقم 1 رجع fructose 6-phosphate هذا نفس الفكرة نزع الفوسفات نزع لا استهلك طاقة ولا أعطاني طاقة غلوكوز 6-phosphatase هايو هذا الإنزيم حكينا بس موجود وين في الليفر في الكدني والانتستان بناشي اياها بس الليفر والكدني تمام وين موجود في الليفر والكدني يعني بقولي لو ده تعتبرها نسبة ليفر لكدني ليفر لكدني الليفر بيكون أعلى بداية المجاعة بداية الصيام الليفر بكون أعلى قلنا إذا طول الصيام كثير 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 مين بيصير أعلى بيصير الكدني تزيد والليفر بيصير ينقص إذن بداية الصيام لو قلت لك الراشيو الليفر تكدني قديش بكون الراشيو بكون عالي لأنه الليفر بسط والكدني مقام فالرياشيو هذا بكون عالي طيب بقول لك آخر الصيام يعني بعد بعد يومين ثلاث بعد أربع بعد أسبوع بتقول لي لا الريشل رح سير واطل إنه الكدني رح تبلش تزيد والليبر رح ينقص تمام تمام إذن هاي هي الجملة إنه فس النسبة بين الليبر والكدني رح تبلش تتغير كان الليبر 85 بلش ينقص 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 والكدني بلش تزيد 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 كل مطول الصيام أكثر بس سعيد تهمنا وحكيناها قبل ذا هم بيقول لي هذا الإنزيم مش موجود ولا في مكان غير في الليبر وفي الكدني تمام ومية بالمية أبسل فيش مستحية تلاقيه في البرين ولا في المسل ولا في الدبوسش ولا في اي مكان انذا فيكريتال مسل غلوكو نيوجينيس يهتم في غلوكو 6 فوسفيت يعني لو اللي انتي تعمل غلوكو نيوجينيس وهي بتعمل بتصفي بس بتوقف عند غلوكو 6 فوسفيت فيا بتحولي أنا باقل لك من هسه يا بتحوله هاب الغلوكو ‫يا خلاص ستستفيد منه ليش؟ لأنه الـ Glucose 6-phosphate عشان يطلع بره المسل ويروح ع الدم لازم يصير Glucose فالمسل ما بتقدر تحوله لأنه فيش فيها Glucose 6-phosphatease ويتش إذا نايا Glucose 6-phosphate which can't leave the cell بطي Glucose 6-phosphate can't form Glycogen ممكن يعمل Glycogen ولكن مقدرش يطلع من الخليل فالمسل إذا تعمل Glucose 6-phosphatease بكون هدفها تصنع Glycogen فقط لا غير تقدرش تطلع بره تقدرش تطلع بره تمام؟ تمام Gluconeuginic precursor هي الأشياء مش شرط بس البيروفيت اللي بيبلش لي Gluconeuginic ممكن أي شغل ثاني تبلش لي مش حكيانا الجليكورسس بفوته في أي في أي انترميديات في أي رياكشن إن شاء الله الخامس وبكمل لـ بكمل لـ سوري الجليكورسس بكمل لتحت والجليكورسس نفس إشي كنت ماشي فوت من التفاع الخامس بكمل لفوق وبصنع Glucose الجليكورسس نفسي فوت بالتفاع الرابع بكمل لتحت وبحلل الجليكورس نفسي بفوت من أي مكان وبكمل صح؟ هو نفسي الإشي فهم يقول لي الـ Gluconeuginic precursor أول بريكورسر ممكن أجيب منه بيروفيت أو أي إشي يفوت في الـ Gluconeuginic اللي هو الاكتات في الكوري ساكل وحكينا عنها بديش أضلني عيد وزيد في الكوري ساكل حكينا عنا Glucose حللنا لبيروفيت أجت الـ RBCs أو المسلز في الإكسرسايز اللي فيش فيها وتو شو رح تحول بيروفيت للاكتات اللاكتات بلش يزيد في الجسم معقول يزيد هيك رح يعملي أسيدوسز طب شو دعمل بوديه على الليفر الليفر شو بسو فيه برجع لبيروفيت عن طريق اللاكتات دي هيدروجينيز والبيروفيت شو بسو فيه من رجع Glucose عن طريق لـ Gluconeuginic تمام 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 إذن ها هي فكرة الكوري ساكل هذا ملخص كل المكتوب هون وحكيناه مئة ألف مرة أصلاً مكتوب هون إذن ها هي هدف الاكتات إذن ها ببلش في الاكتات فاللاكتات بكون عندي بريكير سرلمين لـ Gluconeuginic كيف؟ لأن الاكتات رح يصير بيروفيت والبيروفيت شو رح يصير؟ سوري البيروفيت رح يصير الاكتات واللاكتات رح يروع على الليفر ويصير بيروفيت والبيروفيت رح يعمل لـ Glucose تمام؟ ها هي كل فكرة الكوري ساكل فبقول لي الكوري ساكل ربيسي زي ما حكيناه المسل بالفيرغوس اكسرسيز يعني اكسرسيز شديد جداً بروح على الليفر ويروح برات جولي بتحول لبيروفيت وبالبيروفيت لـ Glucose عشان يمنعوا اللاكتك أسيدوس ونحكيناه تظلي الاكتات وما تحوله شو بيصير فيه؟ بيتراكم وبينزل البيئات شو بصير لنا إيش اسمه؟ لاكتك أسيدوس فاستنج هس حكينا فاستنج معناها إيش؟ شو دخل الإنسولين بالفاستنج؟ إنسولين إز إيش؟ إز إيتنج هرمون معناها شو بيصير بالفاستنج الإنسولين؟ ما رح يطلع بالفاستنج بالصيام ليش؟ لأنه حكينا جلوكاجون أنت أدرينالين الآن وهي منضيف عليها جديدة جلوكاجون أنت أدرينالين أنت كورتيزول إز فاستنج هرمون تمام؟ تمام إذن حكينا الإنسولين بقل بالصيام سو غلايكوجين سوري غلوكاجون أدرينالين وكورتيزول شو بيصير فيهم؟ بزيدوا ليش؟ لأنهم نحكي عن صيام وهذول شو مهلهم؟ أدرينالين is fasting هرمون مين مع الأدرينالين؟ غلوكاجون والكورتيزول نحكينا زول لأنه بوجود الجسم هذا يستميليت غلوكو نيوجينيسي إذن هذول الثلاث بالصيام بيحفزوا مين؟ الغلوكو نيوجينيسي و أنا حكيت لك أول محاضرة الكورتيزول شو بيسوي في الغلوكو نيوجينيسي؟ بزيدها عشان هيك لما تيج تعطي كورتيزول لو مريض سكري شو بتقول له؟ قل له إحضر ومرات إحنا نحاول ما نعطيهش قدير إلا إذا تطريت جدا 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 تعطيه غير هيك تعطيهش تمام؟ لأنه بزيد له السكر في الدم لأنه تعمل غلوكو نيوجينيسي إذن إذا بيقول له وانت صايم الـRBC برضه بدا تعمل لكتايت المسل بدا تعمل لكتايت فمين اللي بيسرع الكوري سايكل بحالة الصيام؟ اللي هم الفاستنغ هرمون مين هم الأدريلين الكورتيزول الجلوكاكل؟ كلهم بيسرعوا تحويل اللكتايت لبيروفيت عشان يعطيني غلوكوز مستفيدين لما يشوف اللاكتايت يقول يلا يلا يحولوا بيروفيتو ميجيبه فهذول بيسرعوا في حالة الصيام الكوري سايكل المسل بكتايت لبريين وقلت بلد سلس بليش؟ حكينا البريين أكثر مصدر آمن للطاقة هو الجلوكوز أكثر مصدر سريع في الطاقة للغلوكوز والبريين بيخزنش فبدو جلوكوز هو أفضل مصدر للطاقة إله والـRBCs حكينا تقدر شوخ الطاقة غير من الجلوكوز إذا شلت الجلوكوز بتموت تمام؟ فدائماً غالب تسعيب المئة من الجلوكوز أو نسبة عالية جداً زي هيك بتروع عليهم أدور اثنين سكريتر المسل سكريتر المسل بتدبر حالة يعني إذا ما فيش جلوكوز بتصير تحرق فاتي أسد وتطلع كيتون باديز وقصة كبيرة راح تخذوها إن شاء الله الأسبوع بعد القادم وتش ريلاي ان كيتون باديز هيها اللي هي المسل ممكن تعتمع على كيتون بادي والفاتي أسد عشان تطلع طاقة ولكن البراين والريد بلود سيلز بيعرفوش يعتمدوا على المصادر كتير البراين ممكن هيك إذا اضطر 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 ممكن يعتمد عليهم ولكن الأرباسيز مستحيل ولكن بتضرر طبعاً بتضرر ريد سيلز كنفيرت جلوكوز at all time to lactate زي ما حكيها هاي الكوري ساكل مرة ثانية إنه بتنقلوا على الاكتات اللاكتات بتحوق بروع الليفر برجع بايروفيت البايروفيت برجعه حكينا عنها 100 الف مرة طيب هاي هاي الغلوكوز بقول لي مش حكينا عنها الميكز اماينو اسيد بعملولي غلوكوز عن طريق إيش بعملولي أي انترميديات صرت عيدة مرة مرة أي انترميديات ممكن يفوت في المرحلة الرابعة ممكن ي Googler المرفعلة الخامسة ممكن تطلع لشغلة تتحول لبايروفيت زي اللايكتات مثلا تتحول لبايروفيت فهاي كل الشغلة يا بعمل بايروفيت من شغلية يا بفوت أنا في من أي خطوة من الخطوات هاي هي فكرة الأماينو اسيد تمام بقول لي الأماينو اسيد ممكن نعملولي جلوكوز عن طريق إنتاج مركبات تتحول لبايروفيت أو عن طريق إنتاج البايروفيت نفسه تمام إلا مين إلا الكيتوجينيك أمانو أسد طميل الكيتوجينيك حكينا هم اثنين ليوسين واللايسين هذول بتحولوش لغلوكوس تمام؟ أمانو أسد إذا بعض متفاعلات كريبس سايكل اللي راح تأخذوها إن شاء الله الأسبوع القادم نهايته ممكن تعمل إياهم وهذول التفاعلات ترجعوا لبايروفيت كيف برجعها سرح نشوف إذا المتفاعلات والإنترميديات هاي تحت كريبس سايكل راح نرجعهم لبايروفيت عشان نأخذ منهم طاقة أو مباشرة بعطوني بايروفيت which is both in both cases can convert تكونفرته تأكزالو أسيتيت ولما تصير أكزالو أسيتيت شو راح يعطيني؟ راح يعطيني فوس فوقينول بايروفيت فقلنا يا الأمانو أسد هاي يا راح تعطيني إنترميديات في كريبس سايكل راح نحكي عنهم بعدين هذول شو من الإنترميديات ولكن نكون عارفين هسا راح نشوف شو بدنا منهم شو بدناش منهم إيش إنترميديات في كريبس سايكل يتحولوا لإيش لبايروفيت أو يتحولوا لأكزالو أسيتيت مثلا عشان يفوتوا في الكلوكوريوجينيسيز أو إيش يعطيني بايروفيت مباشرة عشان يتحول لأكزالو أسيتيت ويفوت في الكلوكوريوجينيسيز تمام؟ هسا نشوف شو هم هذول الأمانو أسد هسا نشوف شو هم هذول الأمانو أسد شايفين هذول؟ شايفين هذول الأمانو أسد؟ أنا أشطب هذول نعيدها نسا شايفين هذول الامينوأسد طيب هايقروب 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 انا انصدمت انو دكتوركو بيحكي عنهم مهم حفظهم مهم وتعرف كل واحدة شو بتطلب غريب بس ايش نلتزم في حكي الدكتور طيب كيف نحفظهم باقولك تخافش راح نحفظهم خلينا نشوف واحدة واحدة ونحفظهم شو اهم مركب في الجلوكونيوجينسز الاوكزالوأسيتيت حكينا اوكزالوأسي كيك حتى اسمناه عشان ايش اللي هو البيب كيك ويرجع لفوسوينوالبيروفيت فانا اذا وصلت لاوكزالوأسيتيت مباشرة بدي اتحول لبيروفيت لا خلص من اوكزالوأسيتيت مباشرة بفوت زي ما حكي انا بفوت في اي مرحلة من مراحل جلوكونيوجينسز صح؟ طيب اهم مدام واهم مركب ومين اول حرف اهم مركب الاول الاهم اول حرف اللغة الانجليزية حرف الايه واللغة العربية حرف الالف كلهم ايه 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 الف هاي فاقزالوأسيتيت اللي هو اهم مركب اكيد الاماينوأسد ده تتحول له ده تكون الاولى والاهم اللي هي بتبدأ بحرف الايه اذا الاماينوأسد دايما تبدأ بحرف الايه لما تتحول لأقزالوأسيتيت فمنحكي اسبرجين واسبرتيت مدام ودائما هيك يعني نفسه حتى لو تعرف انه هي اسبرجين واسبرتيت فنفس الفكرة اللي هم بعطوني اقزالوأسيتيت فمعنى حرف الايه، بقینني FXC طيب هاي اول نقطة هذه اول نقطة نanka على الثاني فين الألانين والتياروسين الفين الألانين والتياروسين بعطوني ففيوماريت هذタه الهيوماريت ويحيتحول ل feliz Ouaisシi إذا تخيلوا امصلوا في emp sulphوريت من اللي هم الكريبس سايكل انترميديات هس الدكتور كليش اخر الكريبس سايكل مع انه هاي قاعد بتطلب الانترميديات تعونها والله ما نعرف عنه بس احنا نلتزم في اللي سواها فبس خلاص اعرفوا انه هذول الاثنين راح يعطوني اشي اسمه فيوماريت راح يتحول لأوكزالو اسيتيت والأوكزالو اسيتيت شو راح يفوت راح يفوت فوسوينو البورفيت ويكمل غلوكو نيو جينيسيس طب كيف تحفظ انه الفن الانانين والتاورسين باعتوني فيوماريت باقول لك بسيطة باقول لك بسيطة هس انا شو قلت لكم انا اكثر مادة شو بحبها اكثر مادة باحبها الفارما وان شاء الله راح يشرح لكم فارما الجنرال الفصل القادم ان شاء الله طب مدام انا راح اشرح لكم فارما جنرال معناها لو تجمعها تي بي شو راح يعطونا اعطونا فيوماريت اذا طارق بدرّسنا فارما تمام حفظوا هيك طارق بدرسنا فارما إذن تي بي شو بدرسنا؟ بدرسنا فارما إذن تايروسين فنيل آلانين رايح أعطوني فيوماريت لفيوماريت رايح تحول الأوكزالوستيت ويفوت غلوكورنيوجينيسيس تمام؟ إذن A مباشرة أول حرف أهم مركب الأوكزالوستيت لأنه كلهم رايح يتحولوا له عشان يصيروا يفوتوا في الغلوكورنيوجينيسيس معنى هو أهم مركب من أول حرف وأهم حرف؟ حرف الأ إذن أسبارجين وأسبارتيت أجزالوستيت مباشرة طيب مين اللي بتحول له فيوماريت؟ أو شو الشيء الثاني؟ شو النوع الثاني؟ طارق بدرسنا شو بدرسنا؟ فارما طارق اللي هو تايروسين وبدرسنا فنيل آلانين شو رايح يطينا؟ فارما فيوماريت تمام؟ تمام طيب نيجا اللي بعديها اللي بعديها هاي زنخة شوي يعني فكرت فيها وطلعت معها الشغلة مش كثير حلوية راح تجيبكم ولكن يعني عشان نسهل الحفظ شوي فيه فيلم اللي هو ثلاث أجزاء اسمه شو اسمه؟ هوتل ترانسلفينيا تمام؟ اللي هو عن دراكولا وفيلم انيميشن اللي محضروش يحضروا حلو الفيلم كثير في منه ثلاث أربع أجزاء صاروا نزل الرابع السنة الماضي تمام؟ شو اسمه الفيلم؟ هوتل ترانسلفينيا فيه دراكولا وبنت دراكولا وشو القصص هاي كلها طيب شو اسم بنت دراكولا بالفيلم؟ بيكون اسمها مييفيس شو بيكون اسمها؟ إذن ميفس هيك سوري ميفس شو اسمه؟ ميفس إذن ميثايونين آيزوليوسين وفالين شو رايعطوني ساكسينيلكو إذن شو اسم بنت دراجوني بالفيلم؟ ميفس إذن ميثايونين آيزوليوسين ذالين رايعطوني ساكسينيلكو إيه؟ تمام تمام إذن ساكسينيلكو إيه شو راح يتحول؟ ساكسينيلكو إيه راح يتحول لا بديش أقول لكم راح يتحول لفيوميريت وهذه هو راح يتحول لفيوميريت بعدها لفيوميريت راح يتحول لأجزال أسيت لا إنت هسه مطلوب منك إنه تعرف ساكسينيلكو إيه راح بالنهاية يعطيني أجزال أسيتيت والأجزال أسيتيت يفوت كريبس يفوت شريع بشي كريبس يفوت جلوكو نيوجينسيس تمام؟ إذن بلتدركوا لشي تسمع الفيلم نيفس إذن M-I-V-S إذن ميثايونين آزوليوسين ذالين شروع يعطونا؟ راي يعطونا ساكسينيلكو إيه اللي هو راي يتحول له زاله أسيتيت بالنهاية ويفوت جلوكو نيوجينسيس طيب؟ تمام؟ تمام طيب نيجي على هاي نيجي على هاي اللي هي طلعوا طلع كم واحد جداً اكثار وجداً زنخات نحفظهم كيف نحفظهم كيف T-S A-G-T C شو راي يعطوني؟ بايروفيت ماش مهم الاملة بايروفيت هيك طيب راي يعطوني بايروفيت تمام؟ حس بيجي واحد بقولي شو هاد شو بتخبز فيه شو هاد كيف ضحفظه هيك؟ بقولك طلعك شوف هالقصة أنا شو اسمي؟ أنا شو اسمي؟ اسمي طارق يعني مش معقول لحد الان هاي ثالث محاضر باعطيكم واشمعقول لحد الان مش عارف اسمي اسمي طارق اشتاوي تمام؟ اذا طارق اشتاوي اذا طارق اشتاوي لو راح على Arabs Got Talent Arabs Got Talent تع المنواهب اللي كنا نحضره على MBC4 زمام اذا طارق اشتاوي لو راح على Arabs Got Talent و لما يروح شو بحكي راح يفوت على لجنة الحكام يقول C زي كريستيانو رونالدو اللي بعرف رونالدو شو بحكي فلما يقول لهم C شو راح يقولولو با يروح بيت انت واحد شو جاي تتخوط علينا فابو يقولولو با يروح بيت تمام؟ اذا كيف نحفظهم T اللي هي ايه ثيريونين S سيرين ألانين غلايسين غلايسين تريبتوفان سيتوسين راح يعطوني كلهم ايه با يروفت والبا يروفت راح يتحول الأجزال أوستيت والأجزال أوستيت راح يفوت اللي هو كيف نحفظهم طارق اشتاوي راح على Arabs Got Talent شو قال لهم قلهم شو قالوا له قالوا له با يروح بيت هاي هي الفكرة تمام؟ تمام اخر وحدة واللي حسيتها احلى وحدة في طريقة الحفظ كيف نحفظ هدول المركبات كيف نحفظ هدول المركبات باقول لك سهلة قلنا انا احقت لكم الباست اللي شاف الباست قلت لكم مين بحب جاج كنتاكي مين بحب بالعمب ما قلت يشدد جاج كنتاكي قلت جاج كنتاكي ليش؟ لأنه نحفظ هذول هيك تمام؟ شو هات؟ راح نحفظ ان هذول حب جاج تب شو جاج اللي بتحبو كينتاكي اذا حب جاج كيتو قليتاريت اذا حب جاج شو راعطيني كيتو قليتاريت اذا شو بتحب تحب دجاج كينتاكي أو جاج كينتاكي خل なحكي إذا شو بتحب أحب جاج كينتاكي إذًا هوب جاج معناه إيش؟ كييتو كلتريت رأتيني كينتاكي أو كييتو كلتريت هيك نحفظه هوب جاج هستيدين أورثايونين برولاين أو برولين مرة بقوله غلوتاميت أرجنين غلوتامين راه يعطوني كلهم كييتو كلتريت كينتاكي الكييتو كلتريت بالنهايأ رح يعطيني أغزالو أستيت ولأغزالو أستيت رح يكمل بديش ياكو تعرفوا الكيتو جليتريت كيف بمشي وكيف الباثوي هاي كريبس سايكل اذا بعطيكيها نقع باش رح كريبس سايكل دكتوركو يعني جد جد ليش لازم تسبق كريبس بهاي المحاضرة ولكن خلص شو نحكي احنا نلتزم في الموجود فشو بعطوني بعطوني كيتو جليتريت كيتو جليتريت بتحول الاوكزالوستيت الاوكزالوستيت بعطيني جلو كونيوجينيسيز تمام تمام اذا هاي هي طريقة حفظ هما دول طيب جلوكوز ا rapidly سايكل نشوف الجلوكوز ال AMY σε كل الالانين ممكن يتحول لبايروفيت والبايروفيت يتحول لقلوكوز عن طريقة الغلو كونيوجينسيز كيف بيصير هاات ونفس البايروفيت مفسه بالزبط لكن شو فيه في أمينو جروب زيادة فصار اسمه ألانين له أمينو أسد تمام فمباشرة بنزع الأمينو جروب هاي شو بتحول بتحول لبايروفيد طب وين بيصير النزع بالليبر بيصير الترانز أمينيشن بالليبر هاي شو فائدتها فائدتها شغلتين أول شغلة إذن فائدتها شغلتين واحد أو ايه نسميها أول فائدة اللي هو اللي هو اللي هو صناعة اللي جلوكوز عشان أزيد سكر الدم اللاني فائدة بدي أتخلص من إشي اسمه اليوريا اليوريا أو اليورين بدي أتخلص من اليوريا في اليورين إذن اليوريا هاي اللي هي المركبات الأمين اللي فيها الأمين بتكون إذا زادت عن حدها في الجسم ممكن تعمل لي تسمم تمام فأنا عشان أقلل منها بروح بحط الأن أتشتري هاي بحطها في مثلا في البايروفيد بيصير إيه بيصير اسمه ألانين الألانين بوديه وين على الليفر أو على الكيدني عشان يرجع بايروفيد ويعمل لي منه جلوكوز إذن هيك أنا بيكون وديت الأن أتشتري على الليفر أو على الكيدني وخصوصا على الليفر ليش؟ لأنه الليفر بيصير فيه فيه إشي اسمه اليوريا سايكل إذن مين بيقدر يتخلص من اليوريا هاي اليوريا الإشي المذر اللي فيه أن أتشتري دائما مين بيقدر تخلص منه الليفر فلازم أوديهم على الليفر كيف بوديهم على الليفر بنقولهم مثلا الألانين بيكون فيه أن أتشتري بوديها على الليفر بسحب الأن أتشتري بكبها في اليوريا سايكل اللي رح تأخذوها لقدام إن شاء الله والبايروفيد بصنع منه جلوكوز إذن هاي فائتين أصنع جلوكوز ثاني فائدة أتخلص من الأن أتشتري في اليوريا سايكل اللي بتصير في الليفر الجلوكوز كان انتر غلايكوليك باثوي توفور بايروفيد ويش ترانز أمينيتد آلانين تمام؟ إذا ما حكينا الأمينو أسد باستخدمهم مهمين جدا كمصدر للغلاقوز بلا ما يكون واحد عنده صاح ولا لأ إدراسفير تتعامي لبايروفيد بايروفيد فاحكوك حكينا بتعملي بايروفيد عشان تعطيني منه غلاقوز تتعامي NH3 نون توكسيك فارب انتنوكسيك فابدا أنقوله كيف لأنه إذا قلته لحاله الهاتشتري بسمى من الدنيا وعشان ايك حكينا بناشي يزيد فبربطه زي ما حكينا في بايروفيت بتحول البايروفيت لالانين الالانين بوديع الليفر بفكه برجع بايروفيت البايروفيت بعمل منه طاقة والان اتشتري وان بزدتها في اليوريا سايكل اذا from muscle to liver to be converted to yorea في الليفر برجع اليوريا related to corey cycle اذا ايه ليش سايكل ايه كلها يعني بيقول لك related to corey cycle كيف نفس الفكرة لما كان لك تيت وديناع الليفر نفسه شوان الالانين وديناع الليفر نفس الفكرة تمام؟ تم glucose from glycerol هون بدي احكي شغل قبل ما فوض هون اذا بتذكروا الشتل اللي حكينا عنه في glycolysis حكينا عننا اثنين شتل لان اول واحد الماليت اسبرتيت شتل حكينا عنه استخدمناه في الGluconeogenesis في عملية الأجزال واسيتيت اطلع برا الميتوكندريا صح ولا لا؟ طيب في عندي شتل ثاني بتذكروا كان اسمه glycerol 3-phosphate shuttle صح؟ كان من وين كنت اجيبه اذا بتذكروا تفاعله؟ بدي اذكركم في تفاعله شوي حكينا بجيب مركب اسمه الذهب اذا كنت تذكرينه القولناه بنجيبه من ايش؟ من glycolysis بنعمل للدهب ايش؟ بنعمله reduction بنعطيه الH من الناد H مش كنا نفوت الناد H عشان ننفوت الناد H شتل ما هو؟ بعطيه من الناد H ال H تاعته؟ بعمله reduction بتحول لجليسرول 3-phosphate لجليسرول 3-phosphate حكينا بفوت جوه الميتوكندريا وبرجع لدهب وبرجع ناد H لناد H لانها بدي لما صار الناد H واخذ ال H منها صارت ناد بلس فبرجعها ناد H ولكن قلنا بخربط فبرجع ايش؟ ثاد H فبرجع ايش؟ ثاد H هذا هو ايش؟ الناقل طب هسه شو رأيك انه ممكن استفيد من الجليسرول 3-phosphate لانه تفاعل عكسي وهو يرجع يعطيني ذهب مش كنا احنا نحول الذهب لجليسرول 3-phosphate ونفوته على الميتوكندريا بديش افوته على الميتوكندريا بدي اصنع غلوكوز طب شو رأيك انه ممكن استفيد منه هاد وارجع لدهب والدهب هاد يفوت ايش؟ اجيب منه مركبين واحد بحوله لجليسرول 3-phosphate عن طريق الايسوماريز ايسوماريز بدمجهم ببعض وبلش فروكتوز تخيل دمجتهم ببعض وبلشت فروكتوز 1-6-phosphate طلع قديش قصيت وقت واختصرته حالي فلو اطلع هون ع السريع لو اطلع هون ع السريع هيا مش حكيان هذول دمجناهم ببعض اللي هو الدهب وايش لجليسرول 3-phosphate طب تخيل انت مباشرة اجيت من هون وعملت هذا المركب صح؟ تخيل انت اجيت من هون وعملت هذا المركب مباشرة فلو عندي منه اثنين واحد بحوله لجليسرول 3-phosphate واحد بظلو ده بدمجهم ببعض وبوصل فروكتوز 1-6-phosphate طلع قديش وفر الطاقة قبل هاي العملية كنت مستهلك طاقة كنت مستهلك ستة طاقة تخيل هسا بعد العملية هاي ولا راح استهلك ولا حبي الطاقة لانه كلهم فوسفاتيز فوسفاتيز كانوا ينزع ونزع فطلع شو فائدة الجليسرول وقديش انه مهم جدا الجليسرول 3-phosphate طيب قلي انت هون قع بتقلي غليسرول 3-phosphate بالشطل هون بتقلي غليسرول غلوكوز من غليسرول هون بتقلي غليسرول مش غليسرول 3-phosphate بقولك اه طب حط له 3-phosphate حط له فوسفيت على الكربونة رقم 3-phosphate قلي ايوه طب كيف بده حط له بقولك في انزيم موجود بس بالليفر والكيدني بحط الفوسفيت على الكربونة رقم 3-phosphate عشان تصير غليسرول 3-phosphate والغليسرول 3-phosphate عن طريق الشنط او الشتل اللي هي كان الشتل شو اسم الانزيم كان بالشتل اللي قلنا بشوف اسم الشتل وبحكي الانزيم شو اسم الشتل غليسرول 3-phosphate شو اسم الانزيم غليسرول 3-phosphate لدهب بعمل منه اثنين بدي اثنين من هات بعمل منه اثنين بستهلك ايش بستهلك اي تي بي هون لأ بقولك لأ طب تقولي كيف بستهلك اي تي بي بقولك هسه منشوفه من استهلك اي تي بي اذا رجعتوا لدهب والدهب بحول واحد لغليسرول 3-phosphate برجعهم فروكتوز 1-6-bisphosphate بكمل غلوكونيوجينيسيز بدون ما استهلك طاقة في غلوكونيوجينيسيز ولكن اكتشفوا العلماء انه لو حسبوا الطاقة المستهلكة في هاي العملية اكتشفوا انه احنا مركبين قلنا اثنين عشان اعمل اثنين ذهاب ويعطينا واحد فايش قديش اكتشفوا الطاقة من الواحد من الواحد قلنا بمخسر واحدة اي تي بي طب اضرب في اثنين اثنين اي تي بي طب هس بيجي واحد بقولي طب كيف ما احنا شفنا ولا واحد يخسر اي تي بي بقولك صحيح ولكن قلت لك انا عندي غليسرول بدي يحاولى لي غليسرول ثري فوسفيت , بدي ايش؟ بدي احط فوسفيت طب بكي بدي احط فوسفيت و Euro بدي كاينيز اذا شو اسم الانزيم انا عرفت اسم الانزيم بدون يشوف البادوي غليسرول ثري كاينيز اذا ثري فوسفيت كاينيز او غليسرول ky Jouriał غليسرول كاينيز بحط الموجودة على الكربولة رقم ثلات فالغليسرول كاينيز فقط موجودة في الليفر والكيدني صار اسمه غليسرول ثري فوسفيت عن طريق الشتل برجع ليه لدهب عن طريق تحويل الناد بلس لناد اتش رجع لدهب بعمل اثنين برجع الديهات 3 فوسفيت فروكتوز 1 6 فوسفيت ما استهلكتش ولا طاقة اذا انا قدر اشترك هوان ما استهلكتش هناك في البداية استهلكت حبتين لانه ضربت في اثنين واحدة وضرب في اثنين بطلعوا اثنين عن طريق الجليسرول كاينيز لانه حط فوسفيت الكربوني رقم ثلاث من الجليسرول هاي هي فكرة الجلوكوز من الجليسرول اذا انا بقولي الجليسرول result from hydrolysis of tri-asegliceride بقولي طب احنا من نجي من الجليسرول نفسه بقولك tri-asegliceride تذكروا لو حكيت لكم مركبها هي بارة عن مركب الجليسرول هيك وماسك فيه ايش واحدة فاتي اثنين فاتي اثنين ثلاثة 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 فاتي اثنين ثلاثة ثلاثة فاتي اثنين طب لو قس قصناها شلناها شلناها شو صفها صفها جليسرول لحال يعني بس حلل لترايسي جليسرول بطلع على الجليسرول اذا هذا الجليسرول زي ما حكينا شو بدي ازقو فيه بدي احط عليه فوسفيت فهو ايش result from hydrolysis of tri-asegliceride وين بتحلل في الادبوز تيشو في الادبوز تيشو هي بتهمناش المعلومة هتوخذوها ان شاء الله في السيفي اس اذا وين تحقوه مش بس في السيفي اس رح توخذوها برضو قبل رح توخذوها في الفاتي متابوليسرول اذا ترايسي جليسرول بحلله بطلع منه جليسرول هستطلع عندي جليسرول بس هاذيجليسرول لازم اوديه على النيفر او على الكيدني لان هم الوحيدين اللي بحتووا علي هاذه الانزيم اللي حكيتلكم بحول الجليسرول لجليسرول 3-phosphate لهو اسمه Glycerol-kainase بطريقة بتهمنيش بس يعرف ان جليسرول بدي اوديه على النيفر او على الكيدني إذن Glycerol is converted to Glycerol 3-phosphate في إنزيم شو اسمه Glycerol Glycerol kinase فقط موجود وين في الكدني والليفر طيب معناها الأديبوس تيشو للخلايا الدهنية اللي بتخزن الدهون والترأس لجليسرائي الدهون فيها Glycerol 3-phosphate سوري فيها Glycerol kinase اللي هو بيحول لGlycerol 3-phosphate بقول لك لا ما فيها طيب شو فقط لGlycerol اللي معبّة فيها ما هي هاي مخزن مخزن الدهون أديبوس تيشو أسمع أديبوس تيشو خلايا الدهون فهي مخزن الدهون اللي معبّة يدهون ومنها ترأس لGlycerol بقول له هي بس بأخذها كيش بطول منها يعني مثلا هي مخبّية 100 حبّة ترأس لGlycerol بقول له عطيني عطيني بدي بدي 50 حبّة لGlycerol بتقول لي يلا ماشي بتروح بتقسقس وتطلع لGlycerol جاهز ومنه تديع الليفر ليش ملوّة تديع الليفر؟ لأن هي ما بتقدر لحالها تحوله لGlycerol 3-phosphate إذن هي can't utilize Glycerol as it's lacking Glycerol kinase enzyme فيش عندها الـ enzyme أو الـ kinase اللي بحول Glycerol لGlycerol 3-phosphate دهب أو Dehydroxy Acetone Phosphate is the point of entry into gluconeogenesis بقول لي هو اللي بفوت على gluconeogenesis طب كيف بدي أعملو؟ حكي أنا كيف Glycerol release from adipose tissue is increased in stress هاي هاي مهم شوي لأنه موجود في صليداتك والدكتور ركز عليها Glycerol بزيد تطليع Glycerol من adipose tissue ووديع الليفر في حالات stress في حالات stress إذن Glycerol اللي بنتج adipose tissue حكي أنا مخزن الدهون مخزن لترأس Glycerol اللي بطول منه Glycerol في adipose tissue طب كيف بزيد release of Glycerol from adipose tissue لما الواحد تصير stress يتوتر هاض بتلاقي زاد إفراز Glycerol ومدام زاد من adipose tissue راح يروح على الليفر لما يروح على الليفر راح يتحول لGlycerol 3-phosphate مش شرط يروح Glycerol 3-phosphate ممكن يعملي اللي هو fatty acid وش اسمه يعملي 3-acid glycerol نربطه في fatty acid موجود في الليفر وما إلى ذلك إذن مش بس تستخدامه في Glycerol 3-phosphate راح تشوفوا إله مليون استخدام بس تخدموا محاضرات FAT metabolism ولكن هون إحنا اللي بهمنا في Glycerol 3-phosphate الباقي بهمناش ولكن ديها كنت يعرف إنه Glycerol بزيد إفرازه في حالات stress تمام تمام Glycerol 3-phosphate Glycerol 3-phosphate or glycolis depend on the cellular energy of charge هاي بوضح حكي اللي حكيت Fugless إنه مش شرط بس أستخدمه في Glycerol 3-phosphate بقول لي مثلا أنت بدك ATP أنت بدك ATP وسكر دم لي طيب أو بدناش سكر الدم لي خلنا عشان نكون إشي دقيقين بدي ATP وبدي Glycose صح بدي ATP وبدي Glycose عشان الدم طيب أجل Glycerol جبت 50 مركب Glycerol أعطونا ذهب مش قلنا أعطونا ذهب ذهب هاذ بجيب مركبين منه واحد بتحول لا بجيب مركبين واحد بتحول لا Glycerol 3-phosphate وبدمجهم هذول صار عندي ذهب و Glycerol 3-phosphate يا بدمجهم وبروح بعمل جلوكوز عن طريق Glyconeogenesis يا الدهب و Glycerol 3-phosphate سوري Glycerol 3-phosphate بخليهم بكملوا Glycolysis عشان يعطيني ATP إذن Glycerol بزبط يعطيني ATP وبزبط يعطيني Glycoz فأنت جبت 50 حبة Glycerol 50 منهم بروح يعطيني Glycoz عشان الدم و 50 منهم بروح يعطيني ATP بكمل Glycolysis لأنه انت بتفوت في Intermediate Glycolysis و Intermediate لمين للGlyconeogenesis اللي هو الدهب الدهب بقدر يكمل Glycolysis بتحول ثنتين لGlycerol 3-phosphate وبكمل Glycolysis وبقدر الذهب إيش يكمل Glycolyogenesis بحول 1-Glycerol بندمج معها وبصير فوقتورز فبقول لي إنت طب كيف بدأ أعرف حسب حاسة الجسم إذا بده ATP عم عطي ATP بده جلوكوز عطي جلوكوز لGlycerol كينيز إذن Glycerol كينيز زي ما حكينا بحول لGlycerol لGlycerol 3-phosphate تمام والGlycerol 3-phosphate زي ما حكينا بروح و عن طريق الشطل بيجي لGlycerol 3-phosphate dehydrogenase بحوله لدهب وباستهلاك الNAD plus لNAD H أي زي ما حكينا Glycerol 3-phosphate dehydrogenase بحوله لدهب أو dehydrogenase إذن هيا Glycerol 3-phosphate زي ما حكينا ناد بلاس ناد بلاس بصير ناد H و لGlycerol 3-phosphate بصير dehydrogenase acetone phosphate تمام 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 غلوكوز من فاتي أسد التفاصيل تؤجل لمحضرات الفات ميتابوليزم هسا تبدأ تفاصيل رح تضيعه على الفاضي التفاصيل تؤجل لمرحلة الفات ميتابوليزم فيه إيش بس في هاي النقطة اللي هي Glucose from odd chain fatty acid شو يعني odd chain وكيف بدأ استخرجه بالزبط رح تأخذوها بالتفاصيل بالفات ميتابوليزم هسا بس بدي عرف شغلة بس هي اللي بدي إياها منكم اللي بدي إياها تعرف اللي بدي إياك تعرف بيصير oxaloacetate والoxaloacetate بفوت Gluconeogenesis تمام؟ إذن فاتي أسد l-Ode chain فاتي أسد تعطيني بروبانيت لبروبانيت بتحول لساكسيني الكوئي بالنهاية ساكسيني الكوئي شو بعطيني oxaloacetate oxaloacetate بروح Gluconeogenesis طيب بدأ أحكيكم شغلة ثانية برضو بدنا إياها من هذا الصيب اللي هو l-Ode chain فاتي أسد أو الفاتي أسد حتى كلهم بشكل عام وبالOde chain سأعطيني كلهم acetyl acetyl co-A طيب acetyl co-A شو المشكلة؟ المشكلة إنه acetyl co-A من مين نتج بتذكروا كمان؟ بتذكروا في المحاضرة الماضية حكيت لكم بايروفيت عشان يروح أكربسه على الالكترون ترانسبوت تشين لازم يتحول لأسيتل كو-A عن طريق الكمبلكس إذن كو ذكرينه اللي سمينا بايروفيت dehydrogenase complex وحكينا كم كو فاكتور بده حكينا بحفظهم بكلمة تليفونك زائد اللي هو الام جي بلاس تو تمام؟ حكينا بحفظهم بكلمة تليفونك فهذا البايروفيت dehydrogenase complex اللي هو في منه كاربوكسيليز وفي منه dehydrogenase وفي منه اللي هو نقل الـ إذا تذكروا حكينا عنه بالتفصيل محاضرة هذا البايروفيت dehydrogenase complex irreversible فأنا الفاتي أسد لو أعطتني أسيد الكوية هو بنتج منها أسيد الكوية فلو واحد منكم قدم حسنا روح يسألني سؤال بيقول لي طب هايو نتج أسيد الكوية ليش ما يرجع لبايروفيت من نفسه البايروفيت dehydrogenase complex ويرجع بايروفيت وبايروفيت يكمل يعطيني أكزال حسنا نفس الفكرة ويقول لك لا بيقدرش يرجع لأنه إعرفوا الأسيد الكوية بتقدرش ترجع اللي بتنتج من الفاتي أسد فلازم أطلع بروبانيت لبروبانيت بعطيني ساكسين الكوية ساكسين الكوية تحول أكزال أوستيت الأكزال أوستيت بكمل بس هذا اللي بديه يعرفوا تمام تمام بقول لي حسب ما تبلش منشوف قديش بدها طاقة إذا والله بلشت من بايروفيت غير ما تبلش من غليسرون حكينا إذا والله بنبلش من بايروفيت غير ما تبلش من أكزال أوستيت فهي الفكرة طيب خلينا نحسب لو بلش من بايروفيت لو بلش من بايروفيت بده حولوا لأكزال أوستيت صح بس تهلك كم طاقة واحدة طاقة وضرب له في اثنين خلينا نضرب في اثنين لأنها تبرت مركبين بايروفيت بس تهلك واحدة طاقة أو بديش أضرب في اثنين بضرب بالآخر عشان من خربط الدنيه إذا باروبة لأقزال أستيت حكينا هاي واحدة ATB بعد هيا من الأقزال أستيت لفوسفو إنه الباروبة هي واحدة GTP تمام؟ جي تي بي بعد هيا حكينا من اللي هو الوحيد الكاينيز المنعكس كان أياش من تري فوسفو جليساريت ثري فوسفو جليساريت حوّرنا إلى وان ثري بس فوسفو جليساريت إذن رجعنا أياش إلى هاي إنيرجي فوسفيت استلقنا واحدة ATP بعدها استلقنا إشي بعدها ما استهلكنا إشي إذن الناد زي ما حكينا بتهمناش حاليا في الكلوكونيوجينس إذن الناد و الناد أتش بهمناش تمام؟ تمام إذن الـ ATB هاي واحدة هاي ثنتين إذن أضرب واحد ثنين إذن اضرب في اثنين أربع إذن أربع ATB أربع ATB والـ GTB أضرب في اثنين 2GTB إذن كم طاقة فعليا؟ أنا بستهلك ستة طاقة وهو يعني فيه ناس باكتبوا مجلزة ستة ATB ولكن هي أربع ATB اثنين GTB ولكن المحصل إنه ستة طاقة تمام؟ تمام إذن هاي بقوللي لو بلاش من بايروفيت بتحوّل 2 بايروفيت لـ 2 أجزالوستيت بدك ثنتين طاقة لأنه بنحكي عن 2 2 أجزالوستيت لـ 2 فوسفو إنو البايروفيت 2 GTB طبعا هاي بس هتقلت لك بحطوها مجازا هيك ATB 2 3 فوسفو غليساريت هاي 3 فوسفو غليساريت يعني هاي على الفوسفات 3 مش 2 ضرب 2 مش تروح تقولي 6 هسا هاي 3 فوسفو غليساريت اسم المركب إذن 2 من 3 فوسفو غليساريت و 2 من 1 3 فوسفو غليساريت أعطاني إذن قلاش تهلكنا 2 ATB 2-2-2 إذن 6 ATB زي ما حكينا طيب لو بلاشت من أجزالوستيت مباشرة زي ما كان يعمل الأماينوستيت كان يعطوني مباشرة أجزالوستيت بدون ما يمرقوا في بايروفيت صح؟ معظمهم إلا واحدة كانت تعطينا بايروفيت طيب شو كان شو لو بلاش من أجزالوستيت هذول الطاقة مش راح أستهلككم إذن قلاش راح تصفي مستهلك 2-2-GTB 2-2-ATB إذن أنا مستهلك 4 طاقة مجازا 4 ATB مجازا 4 ATB طيب لو بلاشت من إجليسارول مين الذكي يقول لي قلاش باستهلك بقول لك أنا حكيت لك قلاش باستهلك بلاش من إجليسارول كل هذول مش راح أمرق عليهم كل هذول مش راح يعطوني ولا أستهلك طاقة من هذول ولكن الشغل الوحيد اللي باستهلك فيها طاقة إني أحول إجليسارول لجليسارول 3-Phosphate صح؟ هاي اللي راح أستهلك على طاقة إذن قلاش بستهلك طاقة واحدة طاقة واحدة ATB صح؟ أضرب في اثنين لأنه اثنين بدي مركبين عشان يعطوني اثنين ذهب إذن 2-ATB إذن بستهلك 2-ATB إذن مين أقل واحدة بتستهلك لجليسارول من جليسارول 2-ATB 2-ATB من جليسارول لجلوكوز 2-ATB من الأوكزالوستيت لجلوكوز 4-ATB من البايروفت لجلوكوز 6-ATB وهذه الفكرة هاي بقول لي إذا قلت من بايروفت دكتسالك 6 إذا قلت من أجلسارول 7-4 إذا قلت من جليسارول دكتسالك 2 وهذه الصورة مش موانينة في زيولوجيكا الامبورتنس في الجلوكو نيوجينس الشو أهمية الجلوكو نيوجينس إذن منتين بلاد جلوكوز لفل إذن منتين بلاد جلوكوز لفل حكينا الجلوكوز لفل الطبيعة حوالي بيكون 70 يعني الابتمام المثالي يعني بقولك لمية وعشرة مية وعشرين زي هيك هذا المثالي بناتبه تمام؟ إذا نقص عن هيك بصير مصيبة فمن اللي بحافظي على السكر يظلوا هيك لوا نصايا اللي هو الـGluconeogenesis والـGlycogen بس مشكلة الـGlycogen بيخلص بسرعة بعدها بصير العملية المسؤولة هي الـGluconeogenesis إذا زي ما حكي أنا بصير مسؤولة الـGluconeogenesis تمام؟ مور ذان 18 أور بيش بكون الـGlycogen خلص برضو الـBrain بيقولي الـBrain هو العضو الأساسي اللي بده الـGlucose هو الـRBCs هون بيقولي هاز minimum obligatory requirement of 120 جرام glucose per day إذا باليوم الـBrain قدش بده الـGlucose بده 120 جرام مين ديوفر له ياهم الواحد صالي مسلطه 18 ساعة لـGluconeogenesis بتوفر قلنا كل الـGlucose اللي بتطلعه بتودي على الـBrain وعلى الـRBCs يعني حوالي 90% أو فوق التسعين مية تسعين مية الـBrain والـRBCs عشان الـBrain طعبه 120 جرام والـRBCs تستخدم غير الـGlucose فكله منودي هناك والباقي تشو طب قلنا اللي باقي تشو عادي بستخدم الـGlucose فاقول لك عادي بسلكو حالهم بفاتي أسد فقط لعطاق وبدبر الدنيا تمام؟ تمام إذن حكينا Provided in case of starvation via gluconeogenesis لما يكون واحد starvation مجاعة أو صيام طويل gluconeogenesis هي بتطعطي الـBrain 120 جرام Aproximately 60% of total carbohydrate intake by the body is metabolized by the brain طلع يعني انت بتواخذ غلوكوز 60% من الغلوكوز اللي الجسم بيستهلكه واللي عشان يعطيني ATP كله بيستهلكه هو الـBrain فتخيل الـBrain والـRBCs قدوا طلع مجموهم مع بعض طلع فوق التسعين فايش؟ بنحكي عن 60% أكثر غلوكوز is the main source of energy for anaerobic tissue طب مين الـ anaerobic tissue اللي فيش بها mytochandria RBCs والمسل during exercise فمش واحد صايم بلعبت رياضة هذا رح ينشطب شطب لانه انت يلا 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 بدك تلحق الـGluconeogens زي تلحق على الـBrain ولا بدك تلحق على الـRBCs ولا بدك تلحق على المسل فبتلاقيه ممكن يغمى عليه لانه الـGluconeogens ستتلحق لانه صار عندك المسل لما تلعب رياضة المسل برده بتقدرش تستخدم غير الـGlucose عشان ايش عشان الـAneurobic Respirational لانه بطل فيها اكسوجين زي ما حكينا تمام تمام Control of Acid Base Balance كيف تكون ترى عن طريق الـCo-Recycle حكينا عشان تمنع الـ Acidosis عشان تمنع الـ Acidosis واخلص من اللاكتات نفس الفكرة طيب هيا production of lactate is extra to clearance Metabolic Acid عشان نخلص المتابلك Acidosis لازم اعمل له كليرانس لمين للاكتات كيف بعمل له كليرانس بحوله لبايروبت وبايروبت بودي اللاكتات على الـ Lever بالـ Lactate بحول لبايروبت والبايروبت بصير Glucose عن Glucose Neogenesis Gluconeogenesis The recentness of Glucose from lactate The major root of lactate disposal ديسبوزل تخلص عشان تخلص من اللاكتات او عمل له كليرانس عشان يصير شاندي اشي يسمو Metabolic Acidosis Glucose requires an adipose tissue for precursor of Glycerol إذا عشان أصنع Glycerol بدي جلوكوز عشان برضو هاي مهم شوي النقطة اللي هي الأم المرضعة الأم المرضعة الحليب اللي بتردع لابنها هو عبارة عن إيش Lactose هو عبارة عن Lactose من أم بصنع Lactose من اللي جلوكوز فلازم يكون لدي جلوكوز عشان أصنع Lactose عشان الأم تردع ابنها في الميميري جلاند إذا بريكية اصر for milk sugar for lactose for memory gland تمام in lactose Glucose is needed to maintain Intermediate of tricyclic acid اللي هي Krebs Cycle هاي رح نحكي عنها بعدين ولكن هون يعني الفكرة الفكرة إنه اللي جلوكوز بديها عشان يتحول لإيش لبيروفيت والبيروفيت تتحول الأسيد الكؤية عشان يفوت Krebs Cycle تمام هل هذا متطلب رئيسي؟ أنا بقولك لا ممكن التشو تستغنى عنه إلا اللي هو إيش عن طريق تجيب الفاتي أسيد تجيب شغلة وتستغنى عن هاي الشغلة ولكن اللي فوق صعب Regulation of gluconeuginesis كيف منسيطر على gluconeuginesis؟ ذكروا كيف سيطرنا على glycolysis وتحكمنا فيها عن طريق 3R reversible enzyme اشتغلنا عليهم صورنا نتحكم في glycolysis معناها gluconeuginesis عشانا نتحكم فيها عشانا نتحكم في enzyme reversible معناها أنا بخرب gluconeuginesis وبخرب le glicolysis بالطريق بس أنا بديش اوقف مرة ده اوقف المرة ده اوقف gluconeuginesis بم اوقف glycolysis هيك الجسم بندو صح ولا لا؟ طيب كيف الحل؟ بشتغل على الاربع انزيمات اللي هم الريفيرسابل في الجلوكونيوجنسيس فدائما لما انظم باثوي بشتغل على اشياء الريفيرسابل خاصة اذا كان في باثوي يعاكسه مباشرة وبيستخدم انزيماته الريفيرسابل لان اذا ثبطت الانزيم الريفيرسابل راح يصير تطبطت مين يعني تخيل انت طبطت الانوليز تخيل تطبطت الانوليز الانوليز شو بيسوي بيفك لفروكتوز وان سيكس بسفوسفيت لا دهب لجليسر الديهاتريفوسفيت تخيل تطبط الانوليز انت وقفت الجلوكونيوجنسيس ووقفت لجليكولسيس فوضبطش هيك احنا منوقف الريفيرسابل عشان اذا وقفت الجلوكونيوجنسيس الجليكولسيس مايصير في اشي اذا وقفت الجلوكونيوجنسيس مايصير في اشي طيب معناها استنتاجنا مين الاربع انزيمات اللي هم احش تغلاليهم بقولك يالله نحكي اسمعهم عشان نسرع بالكلام بايروفيت كاربوكسيليز بيب كيك فوسفوينول بايروفيت إذن بايروفيت كاربوكسيكينيز بايروفيت كاربوكسيكينيز الثالث مين؟ الثالث اللي هو الفروكتوز بس فوسفاتيز والرابع اللي هو غلوكوز سيكس فوسفاتيز تمام؟ تمام إذن هاي غلوكو نيجيز غلوكو نيجيز يعني إذا واحد اشتغلت الثانية شو بصير فيها؟ بتطفي هل واحد اشتغل الثانية شو بصير فيها؟ بتطفي هاسا مشوف كيف غلوكو نيجيز غلوكو نيجيز ممسوزوش ثنتين تشغلهم أبهض إذا بدنا إنزيم بس في الباثوي هاي ومش موجود في الباثوي الثاني مين هم الـ إذا هيا بايروفيت كاربوكسيكينيز بايروفيت كاربوكسيكينيز بايروفيت كاربوكسيكينيز إنزيم وغلوكو سيكس فوسفاتيز الموجود بس في الليفر والكدنة هناك دفعات أكيدا الـ والهرموني الـ والهرموني الـ وأسألكم سؤال أشوف مين المتبع معي لما حكينا عن حكينا في غلوكو كاينيز و هيكسو كاينيز تذكروهم صح؟ أنو منهم كان ما بيصير عليه أليستوريك ريجوليشن بس هرموني الـ ما فيه إلو أليستوريك ريجوليشن غلوكو كاينيز والهيكسو كاينيز شو رأيكم؟ انتو جاوبوا واللي مش عارف الجواب يرجع يبحث عنه في الملف في الملف تاع يعني يبحث عن نتو هات شو في الملف و هات بس عشان ودياكو تراجعوا لأنو الأشياء بتنتسل تمام؟ نبلش في الـ 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 بحكيلي الـ أولش يبدأ سيطر على الـ الـ يعني إذا قاله بعيد الـ إذا بسيطر عليه من مكان بعيد عن الأكتف سايت تاع الإنزايم إذا هاي الإنزايم هاي الأكتف سايت مثلا إفرد أنا باجي بوقفه من هون بعمله إيش انهيبشن برطبط هون بعمله انهيبشن للـ تمام؟ هاي معنى الـ ألوستوريك ريجوليشن ألوستوريكي ألوستوريكيلي اكتيفيتد باي أسيت الكو اي و هاي عليها حط لعليه علامة استفهام لأنو هسنا نحكي عنها أكوردنج ديفراند كونديشن إذا البيروفيت كاربوكسيليز بتحفز بالـ مش دايما حسب الحالة اللي فيها الجسم خلنا نشوف ثلاث حالات فيها الجسم بكون ومشوف شو بسوي كل واحدة فيهم أول إشي لو انرجي ستيتوس أوف ذا سيل إذا مفشن ايش؟ مفشن اي تي بي معقول انت مفشنك اي تي بي وتروح تحفز معقول؟ لا أنا شو بده حفز؟ بده حفز كريبس إذا الأكزالو أسيتيت ما بودي على الـ بخلي يفوت في كريبس ويكمي الكريبس عشان يعطيني طاقة فعشان هيك أنا ما بحفز بيروفيت كاربوكسيليز في حالة اللو انرجي ستيت هيا امبورتنط لنش أكزالو أسيت لازم أخلي كل الأكزالو أسيتيت هسه يفوتوا تراي سايكليك أسد تراي كاربوكسيليك أسد اللي هي كريبس تبروفايد اي تي بي طيب هيا أول أول نقطة في نقطة الثانية أقولي هيبو جليسيمي هيبو جليسيمي يعني هايبو جليسيمي يعني السكر في الدم المجلوكوس في الدم قليل لم أدم المجلوكوس في الدم قليل يعني الدم فيه الأر بي سيز المدام السكر في الدم قليل كيف عليك أعوذ السكر في الدم لازم أطلع من الليفر لازم أعمل هون الاسيت الخوية بيسير أحفز الـ اذا يا السيت العنوكسيليز كيف أ εδώ بحسطت western الليبيد وراح تاخدوا الميتابوليزم تاع الليبيد ان شاء الله بحلله وبطلع بانه اسيت الكوية قلنا بقدرش يرجع ايش وايروفيدي هيدروجينيز عشانه فالاسيت الكوية بروبانيت وايش مباشرة اوكسيالو اوستيت زي ما حكيت لكم قبل اذا هي بيتا اوكسيديشن وفاتي اسم تتمناها شي بروموتس اوكسيالو اوستيت سنتيسيز عشان تفوت على كيف بروموت اوكسيالو اوستيت سنتيسيز راح تاخدوها قلنا تؤجر التفاصيل بس اعرفوا انه البروبانيت بعطيني ساكسين الكوية ساكسيالو اوستيت نفس ما حكينا قبل ماشي ماشي انهيبت بايروفيدي هيدروجينيز طب ليش بيثبط البايروفيدي هيدروجينيز هسه هو ما بقدر يرجع عليه لانه الريفيرسابل ولكن بيأثر عليه بقوله تطبط مدام تكاش ترجعني تطبط طب ليش بيثبطه لانه اذا ظلوا شغال البايروفيدي هيدروجينيز راح يصير يصنع اسيت الكوية تفوت على كريبس انا بديش حسا كريبس فيش عندي سكر في الدم بلاش يموت يغم عليه الزلمة فمباشرة بلوكس كونسومبشن في بايروفيدي لانه البايروفيدي بدي احاوله لايش لأوكزالوستيت وودي ايش غلوكونيوجينيز طيب اخر نقطة لهي الهاي انيرجي ستيتوس اوف ده سيلز اكسيسيف كاربويدريت انا عندي معبه 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 كاربويدريت طيب شو مدام عندي معبه كاربويدريت معناها بقولك اعمل المتكية فراح يصير الاسيت الكوية راح تزيد الاكزالوستيت راح يزيد بياسترميليشن في بايروفيدي كاربوكسيليز فراح اصير اصنع غلوكونيوجينيز ليش بعمل غلوكونيوجينيز طب ما عندي كثير كاربويدريت بقولك عشان اخبي اعمل غلايكوجين مش قلنا بعمل غلوكوز عشان اعمل منه غلايكوجين فممكن بزيد البايروفيدي كاربوكسيلي عشان اعمل غلايكوجين وبرضو عشان اصنع الفات فبس اصنع غلايكوجين واصنع الفات لانه عندي هاي انيرجي ستيتاس عندي طاقة معبه وعندي كاربوهيدريت معبه بس اصنع غلايكوجين بس اصنع دهون وبخزن وزي ما بدي تمام تمام اقترد فاوكتوز والن سيكس بس فوصفاتيز هاي نحكي عنها السريع انا متباكد بقدأنها لكم الفروكتوز 6 phosphate هكيانا بتحول مش هكيانا بده قبول جامع فبيجي disturbing fosfoo fructukenase zad 6 best phosphate صح صح هكيتلكم في اللي هو اشي ثاني اللي هو عن طريق fosfoo fructukenase 2 اللي بيمش حكينا الطريق ملتفة دايما دايما 2 بكون مش مليح فالفوسفوفروكتوكاينيز 2 راي يعطيني اشي اسمه فروكتوز 2-6-Bisphosphate هاي مش راي تدخل لجليكوريسز ولكن شو راي سيسوي الفروكتوز 2-6-Bisphosphate عن طريق الفوسفوفروكتوكاينيز 2 حكينا عنه في جليكوريسز راي حفز هذا الانزيم اللي هو فوسفوفروكتوكاينيز 1 إذن الفروكتوز 2-6-Bisphosphate اللي ناتج من فوسفوفروكتوكاينيز 2 راي حفز الفوسفوفروكتوكاينيز 1 عشان يحفز لجليكوريسز وبنفس الوقت هذا الانزيم راي يثبت اللي هو تحويل الفروكتوز 1-6-Bisphosphate لفروكتوز 6-Bisphosphate عن طريق اللي هو اللي حكينا عنه في اللي هو فروكتوز 1-6-Bisphosphate حكينا بمزع اللي هي هاي صح؟ فهو راي يثبطه إذن فروكتوز 2-6-Bisphosphate نتج من الفوسفوفروكتوكاينيز 2 حكينا راي حفز الفوسفوفروكتوكاينيز 1 فبيحفز لجليكوريسز ورح يثبط فروكتوز 1-6-Bisphosphate فبيثبط الغلوكونيوجينيز بس هذا البدنية إذن هذا بس نتأكد إنه اللي هو فروكتوز 1-6-Bisphosphate اللي حكيناها هسا هون بالضبط طب كيف زينا حكيناها؟ إذن فروكتوز 2-6-Bisphosphate is formed by بي فوسفوفروكتوكاينيز بي فوسفوريليشن وفروكتوز 6-phosphate بضيف عليه فوسفيت على الكربونة رقم 2 عن طريق الفوسفوفروكتوكاينيز H2 حكينا 1 مع 1 1 مع فوسفات رقم 1 إذن فوسفروكتوكاينيز 1 مع 1-6 وفوسفروكتوكاينيز 2 مع 2-6 فهاهي الفكرة طيب حكينا الفوسفروكتوكاينيز 2 رح ينتج لفروكتوز 2-6-Bisphosphate رح يحفز لغلايكوليسيز ورح يثبت لغلايكوليسيز بس فروكتوز 2-6-Bisphosphate بلاز ان امبورتن ترول in regulation of glycolيسيز وغلايكوليسيز كاربوهيدريت لما زاد بزيد لفروكتوز 2-6-Bisphosphate بزيد لغلايكوليسيز ليش؟ لأننا عندي كاربوهيدريت أنا أكلت كنت صايم وأكلت هسا فات لغلايكوليسيز يلا زيد لفروكتوز 1-6-Bisphosphate عشان نزيد لغلايكوليسيز عشان نطلع طاقة وبس أخلص وأعبي طاقة وأعبي كل شيء ببلش أصنع غلايكوجين وببلش أصنع فات وبالبارك اتقلوا بحفز فروكتوز 1-6-Bisphosphate عشان لغلايكوليسيز وبيثبت فروكتوز 1-6-Bisphosphate فبيثبت لغلايكوليسيز لغلايكوليسيز and gluconeogenesis can't occur at the same ونحطوه العليه very important ليش can't occur the same عشان هاذا الانزيم هاذا عشان هيك حكينا الkey enzyme عشان هيك حكينا تسمينا الkey enzyme هرمونal regulation اللي هو أتوقع أخر شيء راح نحكي عنه الhormonal regulation الhormonal regulation اللي هو كيف نسيطر على gluconeogenesis بالهرمونات حكينا عنها قبل ونردري재 بذكر وبعيد حكينا عندنا fasting state وعندنا eating state حكينا insulin is eating hormone يعني بس اوكل بزيد السكر في الدم بدي افوته على الخلايا عشان اصنع منه طاقة وخزنه وحط لبد وحط فات واصنع غلايكوجين وخزن وطلع طاقة كل هذا لازم افوته على الليفر وفوته على الخلايا وعلى المصل وعمائر ذلك مين اللي بساعد على تفويته؟ insulin معناها insulin إيش؟ insulin is eating hormone معناها الانسولين شو بيسوي في الـ gluconeogenesis بيثبت لـ gluconeogenesis لانه بديش غلوكوز لان انا قاعد بفوت في الغلوكوز اصلا بديش اطلق الغلوكوز على الدم اصلا الغلوكوز معبة طب مين الفاستنج هرمون لما يكون واحد ناقصه غلوكوز في الدم ولازم ارجع له له غلوكوز على الدم اللي هم حكينا adrenaline is fasting hormone ومين كمان قلنا مع الأدرنالين الغلوكاجون والغلوكو كورتيكوز او اللي هو نسميه الكورتيزول اليه اسم ثاني سميه ابنيفرن ابنيفرن طبع اسم مستخدم اكتر بس انا حبيت احكي ادرنالين لان حالسل ولكن كنت يعرفين ان الادرنالين نفسه هو ابنيفرن نفسه نفسه طبيب الغلوكواجون اسمه الغلوكواجون الغلوجوكوكورتيكوز هو نفسه الكورتيزول طب لماذا تدعين إن كن 저기shit لانه كان في دواء اسمه الكورتيزول طب ممكن تعطيه دواء يتعاوه من برا فبرضو راح يتلقيه راح يحفز لجلوكو نيوجينز ويطفط لجلوكو نيوجينز ونفس الفكرة ولكن من برس شكرا حكينا الاسم اللي تجمعهم اثنين لجلوكو كورتيقونز هذول كلهم شو راح يسووا راح يزيدوا لجلوكو نيوجينز لانهم شو نسميهم فاستنج هورمونز من متطلعة هذول فاستنج هورمونز إذاً هذول إذن بدأت حفز صناعة الانزام الانغراض في الجلوكو نيوجينيك اللي هم البيروفيت كاربوكسيليز البابكيك والجلوكوستيكس فوسفاتيز والفروركتوز وان سكس بسفوسفاتيز كلهم نحفزهم بثبطوا صناعة الانزيمات وبثبطوción طيبوا صناعتهم 4 في الجلايكوليسين المرة الماضية برموت لايبوليسين برموت لايبوليسين لما نحكي بروموت لايبوليسيز راح يحفزوا اللي هو تحليل الفات ليش يحفزوا تحليل الفات؟ عشان نطلع فري فاتي أسد عشان نصنع غلوكوز زي ما حكينا فوق ليش منطلع غلوكوز؟ عشان نصنع غلوكوز في اللي فر غلوكو كورتيكويتس بروموت بروتيوليسيز هيعطلوا عليها very important غلوكو كورتيكويتس أو الكورتزون أو الكورتزول راح يحفز بروتيوليسيز تكسير الأماينو أسد لكن لا أماينو أسد شو يفعلوا ما يق Abiud sciences بعمل� liberté بعمللي بيروفيت وإغزال sophistic وسكسينيلكو يسمى الكربس ال privilegio اللي كل هم في النهاية سوف يسوط لي لأنغزاليج في الوصول جلوكو Toniog dez风 ولكن من يحفز تكسيرهم؟ من يحفز تكسير بروتينات أماينو أسد؟ لجلوكو كورتيكوتس اللي هو الكورتزول الأكيد أنه يحفز سانية غلوكو نيوجينيشيز وأنا السكر عندي بالدم كافي فبديش تصنع سكر زيادة إذن ربريس أوف غلايكوجينيك إنزايم كل غلوكونيوجينيك إنزايم اللي حكيان عنهم بيب كيك و بايروفيت كاربوكسيليز والفوسفاتيز التنين كلهم رح يضبطهم و رح يحفز إنزيمات مين لغلايكوريسيز الثلاث بايروفيت كينيز هيكسو كينيز فوسفوفروكتو كينيز هاي مراجعة آخر إشي آخر هيا آخر إشي في المحاضرة كاملة إorbاءة من جلوكونيوجينيك إذن ، لما يصير في هنا إمرغ إمرغ يعني خلل توقف في جلوكونيوجينيك الجلوكونيوجينفي خلل وماذا سيحدث في خلل قبل ما أقرأ أنتم을 يعلمون قبل ما أقرأ أمرأ �àف جلوكونيوجينيك الثصار فيها خلل في غلق فماذا سيحدث لا أستطيع فوت جلوكوز ع الدم لهما ينقص فماذا سنقص رح يحدث هو قد تصبح ماذا سنقص لاكتك أسيدوسيس خلصنا هذا هو راح يصير بالزبط إذا ديكريز غلوكوريوجنسيس بيصير لأنه لاكتك أسيدوسيس هايبوغليسيمي ليش؟ لأنه زي ما حكينا اللاكتات على الطريق الكوري سايكل لازم يتحول لبيروفيت بيروفيت يكمل لإيش؟ لغلوكوز طب إذا واقف مش قادر لغلوكوريوجنسيس فيها خلل فيه إنزيم فيه خلل إنه راح يصير يتراكم اللاكتات ما هو الإنزيمات مش بلاش يعني عندك خمسين ستين إنزيمات ديها راح يخلصوا وانتهيك توقف العملية تصير واقف كيف عطبور الخبز تخيل انت واقف عطبور الخبز والمخبز والعامل تقال المخبز نايم انت واقف بس سنة وش راح تمشي في حياتك فنفسي تصير يتراكم اللاكتات شنة للاكتك أسيدوسيس هايبوغليسيميا حكينا مش راح يصير ينقص سكر الدم مثلا الواحد صايم بلش ينقص سبعين بصير ستين وهو فيش إش ي يزيدوا لأنه فيش glukone eugenesis والقلايكو جن خلص بعد تمنتاةسر ساعة مثلا القلايكو جن خلص خلص صار هي هايبوغليسيميا وبيصير كومة وممكن العيان يروح مننا كود كوز براين دامج ممكن يعمل براين داماج لأنه البراين بطل يوصل لقلايكوز لما البرين بطل يوصل لقلايكوز بسبدي يصير يستعمل الكيتون بادي من الفات لما يستعمل الكيتون بادي بيصير حامض البرين مثل عنده الحمض يزيد في البرين تشطب البرين شطبه تمام؟ تمام سيفير هايبوغلايسيميا بلد غلوكوز لفل 30 إلى 40 حكينا الطبيعة من 70 إلى تقريبا 110 أو 120 زي هيك هذا الأوبتيمم تخيل سيفير ثلاثين بيصير إشي اسمه سيفير هايبوغلايسيميا ممكن المريض يغم عليه وغير الكيتون بادي زي راح تتعبب جسمه وغير البرين راح ينضرب وغير الكومة اللي راح يفوت فيها وقلتلكم ممكن العيان يروح مننا طب كيف بيصير عنا الامبارد غلوكو نيجنسي كيف بتصير اللي غلوكو نيجنسي مششغالة أكيد بيصير في عنا مشكلة في إنزيم أو مشكلة في الكبد طب الكبد لأنه كل الإنزيمات فيه اللي هي في الغلوكو نيجنسي لأنه أغلب الإنزيمات زي تاعت الجليسرول قلنا بيضبطش تحوله غير في الكبد لغلوكوز 6 فوسفيت عشان رجع لغلوكوز بيضبطش غير في الكبد فخرب الكبد خربت لغلوكو نيجنسي كلها صح؟ ممكن الكلياك تساهم شوي بس مش زي الكبد إنصف الشنسي of gluco corticoids أو glucagon هسه مش حكينا شو اسمه؟ حكينا gluco corticoids و glucagon وأدريلين شمالهم are fasting hormones طب فيش عندك glucagon؟ في خلل في إفراز هاد الهرمون وفي خلل في إفراز هرمون اللي هو الكورتزول بالجذب صح؟ طب شو رح يسيه مش رح يسير اللي غلوكو نيجنسي مش رح تتحفز مش هوم بصنعوا إنزيمات لغلوكو نيجنسي ويحفزوهم طب لما هذون مش موجودات مش رح يحفزو اللي غلوكو نيجنسي فرح تسير اللي غلوكو نيجنسي بطيئة مش رح تكفي الجسم هاي الفكرة سيفير liver disease إذا صار عندك liver disease liver syrosis أي إشي خير بالليفر هباته مثلا هباته كارسينومه ليفر كانسر مطلا كل هذا رح يضرب الليفر الإنزيمات اللي في الليفر كلها هتبطي شغالة هايها إذا هاي this pathway is prominent in the liver بتسير بس في الليفر ودائما في الليفر وفي الكيدني to less extent ولكن الخير بالليفر شطبت الباثوي بتسير جدا جدا بطيئة لأن الكيدني بتلحقش على الجسم كله inherited deficiency إذا واحد مولود inherited يعني مورث مورث يعني بالوراثة عنده انولد فش عنده fructose 1-6-phosphate فوسفاتيس سوري deficiency نقص في الفروكتوز 1-6-phosphate عنده مش بديش أفوت في الجينيتيكس خلاص بديش أعكي بس أعرف إنه عنده نقص في الفروكتوز 1-6-phosphate فيابنتج بكمية قليلة جدا يائش يابنتجش بالمرة طب الفروكتوز 1-6-phosphate شو حكي أنا بسوي حكي أنا بحول الفروكتوز 1-6-phosphate حكي أنا بحول الفروكتوز 1-6-phosphate طب إذا وقفت هون مش راح يصنعنا فروكتوز 6-phosphate فكل أي إشي مش راح يكمل لجلوكو نيوجيز سواء من إجليسارول سواء من بيروبة سواء من أجزاء أسيتات سواء من أجزاء أماين أسيتات كلهم بدوا يوصلوا لهذه المرحلة فمش راح نوقف لجلوكو نيوجيز صح ولا لا فهي الفكرة إذن راح يعملنا إيش مدام وقفت لجلوكو نيوجيز هيبو غليسيميا لاكتك أسيدوسيز كيتوسيز كيتوسيز زي أنا نفس شكرة لاكتك أسيدوسيز في سير الكيتون بادي تزيد اللي هي من الفات الميتابوليزم راح تخضوها إن شاء الله لجدام جلوكوز 6-phosphate deficiency اللي هي فون جيركس إذن حكينا هناك فروكتوز 1-6-phosphate طيب هون جلوكوز 6-phosphate deficiency شو يعني حكينا الجلوكوز 6-phosphate deficiency هو إنزيم موجود في الليفر بس وشوي في الكيدني وحكينا حسب السترفيشن هاي بعدين حكينا عنها قبل حكينا طيب إذا وقف راح يبطل يتحول لجلوكوز 6-phosphate لجلوكوز طيب معناها شو راح يصيب لجلوكوز 6-phosphate راح يبطل منه فائدي مش راح يطلع الدم مش راح يصير هايبو غليسيميا وبرضو لاكتك أسيدوسيز وبرضو هباتو ميقالي ليش هباتو ميقالي؟ لأنه هباتو ميقالي يعني راح يكبر الكبد يعني مثلا تخيل الكبد هيك حجمه لجلوكوز 6-phosphate مش راح تطلع لجلوكوز 6-phosphate لانه مش راح يطلع لجلوكوز فعالفاضي مش راح يطلع الدم فراح يظله موجود في الليفر مش راح يطلع الدم فراح يصير هايبو غليسيميا لاكتك أسيدوسيز هباتو ميقالي هاي باللهي ركزو لي على الاسم هذا لاني انا مساعد ليس متوقع يجيبه الدكتور ومتوقع انه يجيبه الدكتور انه هو اللي هو نفسه تكون عارف لجلوكوز 6-phosphate مدام جلوكوز 6-phosphate وقف لجلوكوز 6-phosphate لجلوكوز 6-phosphate هايبو غليسيميا لاكتك أسيدوسيز هباتو ميقالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته